موسيقى النهاردة بلتقي معكم يوم السبت عادة بلتقي معكم يوم الخميس ولكن النهاردة الزميل العزيز يوسف الحسيني يستعد وموجود في شرم الشيخ من أجل منتدى الشباب لنسخته الرابع حلقات خاصة إن شاء الله ستتابعون كل ما يحدث في هذا المنتدى على شاشة التاسعة من الأحد إلى الخميس بإذن الله ببقى أننا بدأنا هذا الحديث بمنتدى شباب العالم شرم الشيخ هي عروس عروس السلام عروس المحبة عروس الإنسانية عروس تستقبل قوى الشباب من كل أنحاء العالم 169 دولة فيها شباب العالم جايين من أجل أن يكونوا موجودين في أرض مصر ويشاركوا فيه منتدى الشباب الموجود ومنتدى الشباب طبعا في نسخته الرابعة وزي ما أنتم شايفين الصورة بتتحدث وبدأ فعلا الفعاليات شرم الشيخ مبتهجة شرم الشيخ فيها طاقة الشباب كلها ربما ساعات قليلة وينطلق فعلا منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة زي ما قلت لحضراتكم المنتدى ده بجد بيلفت أنظار العالم كله ليه؟ أولا لأسباب كثيرة جدا الشباب اللي جاي من 169 دولة شباب فيهم دول طبعا عندهم احترازات وعندهم كورونا وعندهم مشاكل كبيرة وطبعا إحنا في مصر عندنا كافة يعني الإجراءات الاحترازية الخاصة علشان تأمن سلامة وجود المشاركين بشكل كبير جدا ولكن كمان هذا الحدث يعتبر الحدث الأهم والشبابي في العالم يعني على مدار السنوات اللي فاتت الشباب لما بنتكلم يعني بنتكلم عن المستقبل كمان بنتكلم عن الحاضر ما فيش مجتمع أبدا بينهض أو يتقدم بدون سواعد شبابه القاعدة دي أرساها سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما تولى المسؤولية الشباب كانت الجملة لو تفتكروا معايا كان يقول دايما الشباب ثم الشباب ثم الشباب وعشان كده شفنا شباب تتقلت كمان مناصب قيادية شفنا كمان مبادرات لتأهيل وإعادات الشباب بشكل كبير شفنا أكتر كمان منتدى شباب العالم اللي كلنا كنا بنتبعوا على مدى ثلاث سنوات وكان بيناقش دايما حاجات كتير جدا السنة دي فيه مجموعة من الملفات أعتقد أن هي ملفات مهمة ملفات بتهم مش بس الشباب بتهم كل الفئات أهمها وأبرزها هي شكل عالمنا بعد جائحة كورونا كلنا عايزين نعرف وكلنا دايما نقول يا ترى بعد كورونا وإحنا نفسنا كشعوب حاسين أنه لا الدنيا متغيرة وأنه كورونا غيرت حاجات كتير وأنه كورونا فرضت علينا كمان أنه نجري ونطور ونحاول ونشوف ونجد سبل للحياة بمناسبة كمان كورونا عايزة أقول لكم أنه يعني استعدت شرم الشيخ زي ما أنتم شايفين في الصورة عشان برضو نطمئن لاستقبال ديوف المنتدى وده وسط إجراءات احترازية كاملة وطبعا متقدمة جدا الإجراءات بتتناسب كمان مع عودة المنتدى في مرحلة ما بعد جائحة كورونا أنا سعيدة جدا لأن اللي أنا بتابعه من أخبار واللي بشوفه أنه فيه كمان حاجات فيها الشكل التكنولوجي اللي موجود من حيث التطهير والتعقيم والتأمين وأمان الناس كل ده موجود زي ما أنتم شايفين في الصورة الشباب يمكن بيتجولوا ولكن لأنه هناك ورش بالفعل انطلقت والورش دي ورش تحضيرية خاصة بمنتدى شباب العالم الورش دي عبارة عن إيه أحلى ما في الورش على فكرة هي كمية الأفكار كمية الكلام كمية المشاركات الورش حلويتها كمان أنت مش بس قاعد بشكل محلي لا ده أنت بتفتح أفاق الشباب لأنه بيسمع لشباب مش من دول ومن قرات وكأنه بيلف العالم كله وهو قاعد في موضوع واحد لأنه أحياناً بنلاقي أن الملفات الهمة اللي كلنا يمكن بنقدمها واللي المنتدى كمان بيترحها كل قضايا هي كل قضايا الشباب فحتلاقي الشاب اللي موجود من أسيا موجود من أفريقيا من أوروبا من أمريكا من أستراليا من أي مكان هتلاقيه هو نفسه عنده نفسه مشكلة اللي موجودة عندك أو عنده نفس الأفاق أو عنده نفس الحماس أو عنده نفس اللي عايزين نقول إيه فيه بعض الشباب يبقى عندهم عايز يفهم عايز يعرف بكرة فيه إيه فبالتالي فيه حاجات كتيرة جدا أنتم شايفين الشاشة فيه ورش تحضرية وكلها ورش مهمة وكلها ورش الحقيقة بتحضر حاجات كتيرة جدا بتتكلم عن قضايا مهمة قوي بتتكلم عن حاجات خاصة جدا بمناقشة مثلا أوضاع المياه المياه والإنسانية يعني إزاي أنت يبقى عندك تأمين للمياه والمصبات بتاعتك ويبقى عندك تأمين لها وكمان فرصة مصر إزاي قدرت تستفيد من استخدام المياه يعني العالم كله مثلا بيحب يعرف مصر إزاي قضية تبطين الترع علشان أنت تقتصد في المياه قضايا كثيرة جدا مصر الحقيقة يمكن في جائحة كورونا لجأت إليها ونجحت فيها وأعتقد أنها هتكون محطة أنظار ومناقشات موجودة الشباب بيناقش زي ما قلت لكم مناقشات حلوة مناقشات مختلفة مناقشات بتفتح أفاق وبتطلع كمان أفكار جديدة لأنه أنتك وكأنك بتعمل إيه بتعمل منتدى عالمي كبير ولكن في قوى الشباب مصر مثلا من الدول العالم اللي فيها تقتها الكبيرة أو تعددها الكبير في شبابها فبالتالي أنت جاي بتقول لهم أنا بقوة شبابي أحدسكم أنا بقوة شبابي أتكلم أنا بقوة شبابي أعايز أخذ البلد وأخذ العالم معايا لقدام كمان زي ما احنا عارفين أنه الثلاث نسخ الخاصة بمنتدى شباب العالم واللي تم طبعا الأعتراف بهم في الأمم المتحدة ده شيء كان هام جدا فأعتقد وجودنا اليوم في النسخة الرابعة واللي هو back together وهو العنوان اللي هو نعود من جديد كلنا مع بعض أعتقد أنه هيبقى فيه حاجات كتير مهمة خلينا نكمل الحديث مع النائب أحمد فاتحي عضو مجلس النواب عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين وورشة عمل تنامي دور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال وده شيء مهم جدا والورشة دي مهمة جدا خلينا نعرف المزيد منها بسيئة الخير يا فندم بسيئة الخير على حضرتك وعلى جميع السيئة المشاهدين الحقيقة أنا معجبة جدا بالورشة دي واللي هي فكرة يعني يعني فكرة جيل زد يعني أو أن احنا بنفكر لعشرين تلاتين وعشرين خمسة وتلاتين وما بعد جائحة كورونا كلمنا عنها احنا كنا في تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين قعدنا الفترة اللي فاتت الاشبوعين اللي فاتوا قبل اطلاق المنتدى النهاردة على أساساً احنا نحن نبتدي نختار الشباب اللي يقدر يشارك في المؤتمر ويبتدي يشارك في ورش العمل فاحنا كنا نبتفين مع احد الشركات الشغالة على اكتشاف المواهب انت بتكلمنا عن ريادة الأعمال مظبوط؟ بالزبط عشان اقدر نختار الأعضاء في التنصيقية اللي يشاركوا في الورشة دي كان لازم نحطينا قصص عشان خاطر لما يقدر يشارك في ورشة لازم يكون مؤثر خلال الورشة لازم يكون عنده نتائج ويكون محقق اهداف مهمة جدا على وهي ان شباب كتير بيعاني من مشكلة البطالة لما بيتخرج من الجامعة او هو في نفسه في الجامعة يشتغل ويفتح الشركة بتاعته بس للأسف بيبقى فيه بعض المعقوقات اللي بتقابله عشان خاطر يقدر يفتح الشركة النشأة بتاعته دي منها مشاكل في بعض القوانين منها اجراءات داخل الفطاع الحكومي عشان يقدر يخلط الورق بتاعه فالنهاردة لما اعانا في خلال الاشبوعين اللي فات مع تورش عمل التنصيقية قبل المؤتمر كنا مهتمين جدا ان احنا نطلع بتوصيات معينة ان التوصيات دي يتاخذ بيها من مسؤولي منتدى شباب العالم ولما جينا قعدنا النهاردة في ورشة العمل ابتدنا نسمع الدول المختلفة هم وصلوا لإيه في فكر ريابة الأعمال وإحنا عندنا ما شاء الله في مصر يعني نماذج مشرفة قدروا يفتحوا الشركات بتاعتهم وقدروا يوصلوا للعالمية ويفتحوا ودي حياة أستاذ أحمد انت بتكلمني عن فكرة اللي هي الشركات اللي هي بتبدأ يعني خليلا نعرف الناس ببساطة اللي هي لسه بتبدأ من السفر شباب بيعملوا الأفكار من الأول وده فكر موجود في العالم يمكن إحنا استفادنا كمان في وقت الكورونا استفادة كبيرة جدا للستارترب كامبانيز دي يعني فكلمنا عن ده قد إيه مصر قدرت تستفيد وتنقل يعني أنا شايفة كمان الورش أولا وأهميتها أن هي كمان قبل المنتدى فيها نوع من أنواع الحماس يعني حندخل المنتدى يوم عشرة والشباب دول كمان خلاص عندهم طاقة من الحماس عايز أقول لحضرتك أن فكرة الشركات اللي نشأة هي بجولة بقى الأثنين بس هي كناها زي ما أقولك طلقت موضع أكتر وأكتر أن أي حد بدل ما يروح عشان يتوظف لأ أنا عايز أفتح شركتي السؤال هنا وده السؤال الأهم هل هو الفكرة بتاعته دي قبل للتنفيذ ولا لا هل الفكرة بتاعته دي محتاجة دعم ممادي قد إيه هل الاستمرارية بتاعت الشركة هتقدر تضل مستمرة من خلال فريق العمل اللي بيشتغل عليها هل متوافق مع بعض عشان يقدروا يكملوا ويعينوا موظفين أكتر ويقدروا يحققوا نتائج أكتر وأكتر وأرباح أكتر وأكتر ده السؤال المهم اللي كنا دايما بنسأله النهاردة فرشة العمل وعلى مدار الفترة الفاتد كنا بنسأله شباب الجامعات لما كنا ننزل نتكلم معاهم ونشوف فكرهم عن ملف ريق الأعمال في مصر عمل إزاي طب أنا سؤال كده فقمنا إحنا عندنا تفضل تفضل عندنا مؤسسات مجتمع مدني وده عام المؤسسات المجتمع المدني لما أطلقوا سبب الرئيس أن عشرين وعشرين هو عام مؤسسات المجتمع المدني عندنا أفكار محترمة جدا مؤسسات المجتمع المدني تشغالة في ملف ريق الأعمال كيف رأى الشباب تفضل كمل النقطة الأخيرة تفضل دي مقطة مهمة جدا بقت فيه غلبيت الوزارات دلوقت يبعت عندهم إدارة مه ريابة الأعمال طب السؤال الأهم هنا هل كل الشباب اللي موجودة في الجامعة عارفة مثلا وزارة الاتصالات بتقدمه وزارة الشباب والرياضة التضامن الاجتماعي الوزارات المختلفة دي البنوك البنوك كمان بتقدم حاجات الملف ده والشركات القطاع الخاصة الممثلة في المسؤولات المجتمعية طب النهاردة في ورشة العمل اتدنا مسأل التجارب المحترمة اللي شفناها ونجحت بالفعل وحققت نجحات وأرباح كتيرة وقدرت تفتح شركات نفس الفراء بتعايتها في دول تانية لما السؤال الأسئلة دي كلهم كانوا منتفقين على حاجة واحدة ودية التوصيات اللي احنا طلعنا بيها إعادة النظر في التشريعات الخاصة بالشركات المجتمع ومن أهم الأشياء اللي احنا بتبعينا نشتغل عليها وده اللي احنا نفسنا نحققها زي ما عندنا سيليكن بالي بره ما يبقاش عندنا مدينة تكنولوجية هتقدر توفر البيئة المناسبة عشان تقدر تدعم الشركات اللي احنا وحلو المدينة التكنولوجية يعني ممكن نقول مثلا خلينا ناخد مثال كده مع حضرتك لو احنا رحنا العاصمة الإدارية بما فيها وانت يعني يبقى عندك كل أنواع التكنولوجيا والواي فايز في كل حتة ويبقى عندك الشركات جنبك وعندك الأماكن الخاصة بالبنوك والدعم فأعتقد أنها تكون مكان هايل جدا الناس تقدر يعني تبدأ فيه هذا النوع من الشركات دي السؤال اللي أنا عايز أسأله وانا شايفه يعني الروح اللي موجودة في الورشة اللي احنا بنشوفها على الشاشة وضع بقى يعني مصر وهم بنتكلم هل احنا قريبين هل احنا بعاد هل احنا لسه في الأول ولا احنا عندنا برضو أفكار جديدة انا مش عايزة أقول كلام خلي المشاهد يقول بس يا عايزين يطلعوا الصورة أحلى صورة والله يا فان أحلى صورة بجد احنا عندنا الشباب أفكاره فعلا حاجة يعني مبهرة بمعنى الكلمة وشباب صغير في السن عنده أفكار محترمة جدا هم ينقصهم حاجة واحدة فاكرة صحية يعني يلاقوا ان فيه حد واقف في ظهر الشباب في أفكاره فده اللي الدولة عايزة تعامله في الفترة الحالية انه بتقول فكر ابدع احنا واقفين في ظهرك من خلال تشريعات بدل ما انت تفتح شركتك ويحصل لك مشاكل وتضطر ان انت تخش في مشاكل يعني كل الناس بتتجنبها لا احنا هنقدر نزللك المواضيع دي كلها وتقدر تفتح الشركة بتاعتك وتقدر وده من ضمن الحاجات اللي احنا بوصيح من ضمن التوصيات المهمة جدا ان احنا عايزين نخلق صندوق وده اللي احنا هنشتغل عليه في مجلس النواب والشيوخ ان احنا عايزين يبقى فيه صندوق استثماري تابع للحكومة هو اللي كمان بيدعم الشركة يعني صندوق تابع للحكومة ويدعم الشباب ويبقى خاص بيهم مشاريعهم يبقى داعم يعني ما شاء الله كمية الافكار اللي منجودة في كل وزارة لا اكيد وكمية البرامج اللي منجودة في كل وزارة مهمة جدا اكيد السؤال ده هي وصل الشباب ولا لا بنسبة قد ايه احنا مجموش عاية الانالس اللي احنا عمل التحليل اللي احنا عملناها لا طبعا هي مش وصل كل الشباب يصغير جدا بس استاذ احمد احنا يعني انا سعيدة جدا بكمل ورش التحضرية المنتدى ان شاء الله كمان حيقدم يعني مقترحات وفيه نقاش وفيه حاجات فاعتقد انه فيه انتباه كبير جدا بنتمنى ان شاء الله بعد هذا المنتدى يكون عندنا جني لهذه الثمار بشكل كبير النائب احمد فتحي عدو مجلس النواب عن تنصقية شباب الاحزاب والسياسيين بشكر حضرتك شكرا جزيلا زي ما شفتم انا سعيدة جدا يعني اللي هو ساعة الصفر بدأت في شرم الشيخ يعني ساعة الحماس والشباب والطاقة وكمان احساسك انه الناس جاية يعني شرم الشيخ دايما هي المدينة المبهجة هي مدينة شابة بافكرها باستقبال الناس بكل حاجة بالسلام بالانسانية يعني منتدى الشباب بس مش فقط يعني قضايا ومشاكل ولكن افاق ومستقبل وغد وانسانية وسلام هو ده شكل مصر تعالوا نروح لتقرير عن منتدى شباب العالم ونرجع نكمل كلامنا اليوم تفضلوا بروح شابة وطاقات عمرية متوقدة تنطلق فعاليات النسخة الرابعة من منتدى الشباب الرابع بمدينة شرم الشيخ في الفترة ما بين العاشر حتى الثالث عشر من يناير الجاري تتفاعل مع تحديات العالم وتحتضن رؤى مبتكرة تجيد لغة المستقبل وتقدم حلولا خلاقة وتفتح يدها للتعاون مع أصوات وثقافات متنوعة تحت مضلة محاول ثلاث وهي السلام والتنمية والإبداع لا تزال جائحة كرونا تحدي أعظم يواجه العالم بقطاعاته وأنشطته المختلفة ومن هنا يطعط المنتدى مع زوايا تأثيراتها العديدة ويقدم حلولا فيعقد جلسات وورش عمل حول موضوعات تتصل بها ومن أمثلتها تعلم ما بعد الجائحة ومستقبل التحول الرقمي بعد الجائحة والجائحة وتنامي دور التكنولوجيا المالية وكرونا والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وصناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في مواجهة الجائحة موضوعات المنتدى أيضا لا تغفل التحدي الاقتصادي فتناقش أروقته وجلساته تجاربا تنموية في مواجهة الفقر حياة كريمة التجربة المصرية في تنمية الإنسان وجائحة كرونا وتنامي دور التكنولوجيا المالية في الأسواق الناشئة كما تعد الطاقة النظيفة والحفاظ على المناخ هدفا واضحا للمنتدى فتعقد جلسات عن دور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية مسارات الطاقة نحو مستقبل أكثر أمانا الطريق من جلسغو لشرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ويأتنا إيقاد المؤتمر بعد ثلاث نسخ ناجحة خلال الأعوام 2017 2018 2019 كان فيها ملتقا لحوار بين شباب العالم ومناسبة لإرسال رسالة سلام وبناء للعالم كله وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن نسخ الثلاثة السابقة من منتدى شباب العالم في مصر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الحقيقة الألوان مبهجة في شرم الشيخ يعني لما تسوف كده الألوان والأعلام والقرات والشباب والناس والحياة والحركة تتطمن جدا على بكرة لأنه اللي بيحصل في شرب الشيخ لما تكون الدولة بتهتم وبتهتم بمنتدى كبير يعني أهم عضو فيه هو شباب مصر وشباب العالم فأنت كده تتأكد بأنه الدنيا رايحة للمستقبل بشكل فيه وعي وفيه علم وفيه فكر وفيه أفكار وفيه حرية ما هو أنت الشباب كمان لما يجي على المنصات المختلفة عندك سواء ويبقى متواصل مع العالم ويبقى بيتكلم بحرية ويبقى موجود في كل الجلسات سيد الرئيس رئيس مصر موجود وبيناء الشباب العالم دي في حد ذاتها حرية لم يعتاد عليها حتى شباب العالم القادم من بلاد الحرية ليه؟ لأن أنت ما بتشوفش على مستوى العالم رئيس دولة ولا رئيس جمهورية ولا بيعد في الوقت الحالي كمان اللي فيه كل أحداث الكورونا دي ويناقش شباب العالم أعتقد أن دي حاجة أنا بحس أنها مهمة مهمة لمصر مهمة لشبابنا ومهمة لنا جميعا أن احنا كمان بنناقش كل ما نحلم به بشكل عالي وبصوت عالي وفيه رأي ورأي تاني وفيه احترام كمان للشباب احترام لطقته احترام لفكره الشاب كمان المشارك والشاب اللي حيتابع اللي اتنين حيشتركوا في حاجة حيشترك بأنه بلده بتفتح له أفاق بلده بتأكد بأنه أنت اللي حتمدي إيدك وانت اللي حتبني وانت اللي حتنقلني وانت اللي حتكمل المشوار كل دي حاجات مهمة تعالوا كده نروح لشارم الشيخ وزي ما قلت لكم كمان ان شاء الله من الغد التاسعة بتقدم حلقات خاصة الزميل يوسف الحسيني موجود بالفعل هناك وان شاء الله حتكونوا مع التاسعة في حلقات خاصة من يوم الحد اليوم الخميس وحتشوفوا كل الأخبار ومتابعاته والحقيقة فريق التاسعة حيحضر لكم أكيد كل ما يهم هذا المنتدى حيكون موجود عندنا يوميا في التاسعة الان من شارم الشيخ ينضم إلينا مرسلنا على الهواء مباشرة الزميل كريم بيبرس مساء الخير يا كريم كريم مساء الخير مساء الخير يا دينا ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج التاسعة كريم يا ريت أولا أنا شافكي يا دينا روحت بس أنا شافكي مساء الخير يا كريم طيب قل لي بس يعني أنا شايف ببهجتك وابتسمتك وانت في شارم الشيخ اطلعنا عن ما دار اليوم من ورش ومن وجود وتجمعات للشباب مساء الخير يا شهد طبع على مساء الخير على كل المشاهدين يعني فعلا يمكن شارم الشيخ هي دايما مش أرض السلام بس كمان أرض البهجة يمكن وجود منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة يمكن ليه طبع خاص شارم الشيخ بتتجهز وبتستعد ليه المنتدى عن طريق زي ما انت قلت وفعلا الأعلام موجودة في الشوارع الأوتوبيسات الخاصة بمنتدى شباب العالم موجودة في الشوارع دايما الحقيقة ان احنا على مدار اليوم شفناهم وبنقلوا الوفود اللي وصلت مبارح واول مبارح من الفنادق لمركز المؤتمرات وخصوصا انه النهاردة كان اليوم الاول للورش التحضيرية اللي قبل طبعا الورش الأسالة هتكون موجودة من 10 يناير لحد 13 يناير يمكن فعلا البهجة كمان اللي هنا الناس في الشرم الشيخ عنا موجود دلوقتي فيه السوق القديم في الشرم الشيخ هو من الأماكن السياحية المهمة جدا جدا بتكلامي مع الناس يمكن مبارح والنهاردة كانوا بتكلموا على ان وجود المنتدى مش بس وجوده في الوقت الحالي اللي هينعكس ممكن ينعش السياحة مرة تانية ولكن كمان بعد المنتدى ده هيبقى ليه تأثير إيجابي بشكل أو بآخر على عودة السياحة مرة تانية هنا في شرم الشيخ وخصوصا انه المنتدى بيجذب طبعا الكثير قوي من الوفود الأجنبية من الدول الأوروبية من الدول طبعا في شرق آسيا في الدول الأسيوية الدول الأفريقية كمان من ولايات المتحدة الأمريكية ده هيل يا كريم فعلا نهاردة في لقائي مع بعض الوفود وبعض الشباب والشابات الجميلات اللي كانوا موجودين النهاردة في مركز المؤتمرات لحضور الورش التحضرية كمان انت بتكلمي عن نقطة مهمة جدا ان احنا مش بنشوف فعلا رؤساء العالم بشكل عام بينزلوا يعودوا مع الشباب ويتناقشوا معاهم ويتراحوا الأفكار المختلفة لكن حقيقة انا تمست ده منهم وهم اللي قالوا لي ده بنفسهم انه ده مش العادي او المعتاد عندهم في بلادهم ان هم ييجوا يحتروا منتدى او مؤتمر بنائش قضايا مختلفة بتمس حياتهم ويكون رئيس الدولة او القيادات السياسية المختلفة موجودة بالفعل وبتناقشهم ده مباشرة وبتسمع لأفكارهم وبتسمع لي الأفكار والإبداعات لحل المشاكل ده انا سمعتوا بنفسي فعلا منهم النهاردة وكان ده من الحاجات المهمة جدا يمكن فيه ناس منهم قالوا لي ان هم حضروا وقادموا على المنتدى ووجودهم فيه المنتدى مخصوصا عشان يحضروا الجو المختلف بين التواصل ما بين الأجيال ما بين الشباب اللي هو المستقبل فعلا ليهم ولكن طبعا عشان يقدر المستقبل يكون ليهم لازم كمان يتعلموا من القيادات اللي موجودة بشكل عام وان هم يتواصلوا معهم بشكل مباشر عشان يقدروا يوجدوا الحلول الوسط بينهم هما الاثنين ويجاد الحلول كمان للمشاكل بشكل عام زي مثلا التغيرات المناخية اللي اشادوا بالجلسة دي جدا جدا وكمان كان فيه جلسة خاصة بمبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة خاصة بيه التنمية المستدامة والتنمية المجتمعية كمان كان فيه ناس بتتكلم منهم طيب كريم أنا أنا سأعني جورجي اتكلمت معهم النهاردة بتتكلموا قد ايه هم كانوا منبهرين بالمبادرة دي في حد ذاتها وقد ايه ممكن تكون أثرت على المواطن المصري هنا وازاي ان احنا ممكن فعلا ننقل التجارب دي بشكل عام ما بين الدول وكمان ما بين الشباب واختلاف الثقافات كانوا بتتكلموا على فكرة اختلاف الثقافات ونقل الثقافات ونقل الأفكار بينهم منبعض كانوا منبهرين بدا جدا جدا الحقيقة كمان يمكن تكلمت مع ناس من الدول الأفريقية يعني الحقيقة هنا في السور العديم مثلا تكلمت معهم عن خدورهم لي منتدى شباب العالم وكانوا مبسوطين جدا وقالوا ان دي كانت فرصة لهم كمان ان هما يزوروا شرم الشيخ ودي من الأماكن السياحية اللي كانوا نفسهم طول عمرهم يزوروها وكانت الفرصة الحقيقة ان هما يتكلموا عليها كمان مقطة مهمة جدا يعني يمكن رصدناها نهاردة أثناء دخول نعم أيوة أخيرا سمعتني يا كريم طيب يعني أنا سعيدة جدا بكل اللي قلتهولي والصورة من وراك الحقيقة والصور اللي موجودة عندنا كلها بتنقل كل الكلام وبتأكد عليه شايفة كمان القرى الصمراء الجميلة قرتنا أفريقيا شايفة شبابها في شرم الشيخ وطبعا حسين بالانتماء الكبير وشايفة طبعا الأعلام وشايفة الدول المختلفة وشايفة كلمني عن الكواليس الحياة في شرم الشيخ دلوقتي عاملة زي انت دلوقتي عندك الساعة تقريبا احنا خلاص الساعة عشرة ونص اهي تقريبا وكلمني الحياة عاملة زي السوق الناس شرم الشيخ يعني كلها طاقة وحمس كلمني عن الكواليس دي عاملة زي فعلا يمكن هنا السوق متعطش جدا هنا ليه عودة تاني السياحة مرة تانية ليه السياحة يمكن شرم الشيك بالشكل عام لها طبيعة ساحرة وخاصة خصوصا البحر الأحمر السنوركلينج في البحر الدايفينج في البحر ولكن كمان السوق القديم ليه طابع خاص كده ليه طابع خاص لأنه النسبة يجي هنا تاخد السيفونيرز والحاجات التسكرية ياخدوا الصور التسكرية يمكن ورايا دلوقتي كمان مسجد الصحابة مسجد شكله مبهج جدا بأنواره هم فعلا الناس هنا في السوق القديم كانوا بتكلموا معايا النهاردة أنه هم فعلا في انتظار عودة السياحة دي وشايفين أنه فعلا وجود الشباب دي عشان يشوفوا ده بعنيهم هيشدهم بعد كده هم ينقلوا الصورة بنفسهم لبلدهم عشان يقدروا يجذبوا السياحة مرة تانية هم فعلا كمان متصورين أنه بشكل عام كل ما فيه تواصل مباشر ما بين القيادات أو المسؤولين أنه هم ينزلوا يشوفوا بنفسهم يمكن المنتجات دي بتبقى فرصة عشان المسؤولين ينزلوا بنفسهم يشوفوا الشوارع لأنه أكيد الشوارع نفسها بتتجهز وبتتحضر لاستقبال الوفود الأجنمية فبتطر المسؤولين هم كمان ينزلوا يشوفوا ده بعنيهم فبتبقى فرصة من مثلا الموجودين هنا في السوق أو من الأهالي هنا أن هم يتواصلوا معهم بشكل مباشر يطلوا أنهم الطلبات بشكل مباشر كمان كنت بتكلم معهم النهاردة هنا في السوق يقولون أن الحفلات الخاصة هنا في السوق القديم يعني يبدأت ترجع تاني مرة تانية عشان هم عارفين أنه هيكون فيه وفود أجنبية حابين يشوفوا الفوليكلور الخاص المصري حابين يشوفوا إيه هي مثلا السبونيرز اللي ممكن يتم عرضها كل اللي بتقوله ده سعدائي جدا وغيره من العروض اللي ممكن تتقدم فكل ده طبعا أهالي شرم الشيك وأهالي السوق القديم في انتظار أنه ده يرجع تاني متحمسين جدا خصوصا بعد المنتدى أن هم ينتظروا السياح العودة مرة تانية أكيد أنا بشكرك جدا يا كريم وعارف أنه فيه طبعا يعني دلي بيننا وبين بعض بس أنا بشكرك جدا على كل المعلومات وحماسك الشباب واضح أن الشمس حمرت وشك بالسرعة الجوة عندكم حلوة يعني بشكرك جدا يا كريم وحنتابع معاك أكيد والتاسعة موجودة دايما طول الإسبوع ده موجودة في شرم الشيخ مع منتدى الشباب شكرا زميلنا كريم بيبرز من شرم الشيخ طيب وإحنا بنكمل كلامنا أنا عجبني حاجة يمكن قلتها في البداية قلت فكرة بتاعت جيل زد وما بعد المنظور الخاص للعالم ما بعد الجائحة يعني بعد الكورونا فيه ورشة بقى كده اتعاملت والورشة دي كانت بتناقش وبتتكلم عن فكر الشباب إحنا عارفين أنه الشباب يعني دايما بنقول أنهم منعزلين وأنهم عايشين على السوشيال ميديا والوحديهم وفي عالمهم الخاص ولكن في ظروف كورونا الشباب بزلوا موجود كبير وعملوا تطبيقات وعملوا حاجات وبدأ يطلع تفاعل من نوع جديد برضو ده فكر جديد والشباب دول إزاي حنقدر نستفيد منهم وهم كمان يستفيدوا خلينا نعرف من المهندس شادي الكردي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مساء الخير يا فاندم مساء الخير يا حضرتك مساء الخير يا حسد المشاهدين كلهم جميعا عجبني يا قوي فكرة الجيل زد وكلمنا عنه الجيل زد بالأخص خلينا نشكر الأول نواجه الشكر طبعا لقدرت المنتدى على التنظيم الرائع جدا اللي احنا شاهدناه النهاردة في كل حالاته من إجراءات احترازية يعني قد السالة لكل الناس اللي موجودة قدقيه ان احنا كدولة يعني خلينا نقول نقدر نعمل اي حاجة دي كانت حاجة كويسة جدا احنا حسناها كلنا وإحنا مشاركين هناك بالأخص بقى الجيل زد ومين هو جيل زد الأول جيل زد هو الجيل اللي هو موليد ما بين 97 ل 2012 على الحد التقريبي جيل دوت نشأ في التكنولوجيا جيل دوت ولد في قلب مواقع التواصل الاجتماعي هو طلع هي جزء من حياته هي مش جزء منفصل عنه هي جزء من حياته بتشاركه في اليوم حياته كلها كان عندنا عوامل كتيرة فيها كان ان الجيل ده لما تعرض لجأهز كورونا كان عنده الجيل العلم كله كان قابل كورونا حاجة وكان بعد كورونا كان توجهاته كلها حاجة تانية شهد معنا تغيرات كبيرة جدا نقشناها تغيرات نمط الحياة كله من نواحي التعليم والعمل والاستهلاك وكل حاجة خاصة بالجيل هو تعرض لها من كل الاتجاهات في قماط الحياة دي اللي قدت لنا ان احنا بيظهر قدامنا جيل هو داخل على سوق العمل قدر ان هو يواجه الكلام دوت بقى سليم دي حصلت لي إيجابيات وحصلت لي سلبيات خلينا نقول ان هو كان عنده مثال برضو لتأثيرات كورونا على جيل ذات بالأخص هو التركيز على نفسه كورونا خليته ان هو يركز على نفسه ويطلع كل قدراته اللي هو يقدر يخلقها لنفسه ويخلقها لللي حوالين ازاي يقدر يساعد اللي حوالين شاهدنا دوت وجود العزل في كورونا ادري التكنولوجيا ان هي ازاي تحل محل الجزئيات دي كان لها إيجابيات في أجزاء كبيرة وكان لها سلبيات في أجزاء أكبر خاصة على الجيل ده الجيل دوت كان لها مشاكل سلبيات نفسية شعور بالابتئاب عدم التواصل برضو كانت أجزاء بالنسباله كبيرة مفيش تواصل مباشر موجود مع حد فكانت العلاقات الابتماعية بالنسباله كانت عبارة عن تواصلات على السوشيال ميديا بتكون تريعة بعض الشيء بتكون طبعا الحاجات لما بتكون تريعة بلادى السرعة في التواصل دي بس انا الكلام طبعا يعني نفسي اكمل كلام مع حضرتك مهانس شادي بس انا سعيدة جدا بهذه الورشة وهذا التفكير والاستباق يعني ان احنا كمان بدأنا نحصر الأجيال يعني الجيل اللي بتتكلم عليه حضرتك بتتفق معك جدا جيل 97 ده اللي هو جيل التكنولوجيا بشكل عام وجيل احنا ساعات الناس تقولك ايه دول في حالهم دول في دنيا تانية لا بالعكس ربما يكون هذا الجيل هو جيل محرك وجيل زي ما انت قلت نستفيد منه ويبقى فيه مناقشاتك انا سعيدة جدا بانه يعني فيه استباق في التفكير وفيه تفاصيل تفاصيل بان احنا بنفكر وبنفصل وبنجيب موضوعات الحقيقة محدش بيفكر فيها بشكل كبير وهي موضوعات مهمة جدا ان شاء الله حنستكمل ده وحنشوفه فيه مناقشات اكثر واكثر مع بداية المنتدى انا بشكرك جدا مهندس شادي الكردي عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسيين وزي ما قلت لحضراتكم الحركة بدأت في شرم الشيخ وطاقة الحماس والمناقشات وانا بحب هذا الشكل جدا من المناقشات وان الشباب بيبقى طول الوقت حاسس انه بيضيف وانه بيقول خبرته وانه بياخد من خبرة ناس في عمره وناس قريبين منه فبتبقى فيه كده تكافؤ جميل حنستكمل اكيد ابتداء من الغد زي ما قلت لحضراتكم حيكون عندنا تغطية كاملة لما يحدث في شرم الشيخ مع هذا المنتدى في نسخته الرابعة وبأكد عليكم بانه بجد مصر بتستضيف العالم في شرم الشيخ من خلال الشباب تعالوا نروح لتقرير مهم جدا جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية في اسبوع وده الحقيقة جهود مهمة جدا في إطار استراتيجية وزارة الداخلية وذلك لمكافحة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة اللي بتؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد واستمرار لطبعا دورها ودور اللي بتقوم به بكافة القطاعات الأمنية وده طبعا في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة اللي عدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كمان وصلت الحقيقة وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية وعملت الحقيقة حملات أمنية كثيرة في مجالات كثيرة وأصفرت عن جهود يعني كبيرة جدا خلال الأسبوع عن تحقق النتائج الإيجابية تعالوا كمان نتعرف أكثر في هذا التفاصيل أكثر في هذا التقرير ثم نعود ونستكمل معكم ما تبقى لدينا الليلة من أشياء مهمة في التاسع تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع ستة ألاف وثلاثمائة وسبع وعشرين قضية تمولية متنوعة وضبط 1333 قضية في مجال منع تداول الأرجيل بمضبطات سبعة ألاف وعشرين أرجيل إضافة إلى غلق خمسة ألاف ومائتين وسبعة وستين محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق كما تم ضبط عدد واحد وخمسين ألفا وستمائة وستة وتسعين شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفارت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط تسعة ألاف ومائة وثلاثم وتسعين قضية تمونية متنوعة من بينها مائتان وأربعة قضية بيع استوانات بوتجاز في السوق السوداء بمضبطات بلغت أربعين ألفا وسبعمائة وتسع وثمانين استوانات بوتجاز وضبط أربع وعشرين قضية مواد بترولية بمضبطات بلغت أربعمائة وواحد وثمانين ألفا وسبعمائة وثلاثة لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء إضافة إلى ضبط سمانية ألاف وتسعمائة وخمسين قضية تمونية بمضبطات وزنت ألفين ومائة وتسعة وثلاثين طن وثمانمائة وستة وسبعين كيلو سلع غذائية متنوعة وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع مائتين وواحد وخمسين ألف وستمائة وواحد وخمسين مخالفة مرورية متنوعة من بينها ثلاثون ألفا وخمسمائة وسبع وسبعون مخالفة تجاوز السرعة المقررة وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سلاسة ألاف وتسعمائة وثلاثة وعشرين من قائد المركبات تبين إيجابية عدد مائتين واثنين سائقا منهم كما تم المرور على مائتين وواحد واربعين مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد سمانمائة واثنين من سائق حافلات المدارس وتبين إيجابية سائقين منهم كما تم فحص سبعمائة واثنتين وتسعين مركبة تبين مخالفة ست وعشرين مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية كما تم رفع أربعمائة وخمس عشر سيارة وثماني وستين دراجة نارية متروكة ومتهالكة وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية تم ضبط عشرين ألف ومائة واربعة واربعين مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس وفي مجال الأمن السياحية نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مائتين وثلاث وثمانين قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية وفي مجال قضايا التيار الكهربائي ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع خمسة وسبعين ألف وواحد وستين قضية في مجال سلقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت واحد وستين مليون وثمانمائة وثلاثين ألف وستمائة وخمسة واربعين جنيها وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع مائتين وثلاث وخمسين قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبط خلالها مائة وثمان وخمسون قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات كما تم ضبط خمس وتسعين قضية في مجال جرائم المطبوعات وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع ثلاث وعشرين قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت مائة وثمانية وثلاثين مليون وسبعمائة واربعة وخمسين ألفا ومائة وخمسة جنيها وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط ألف وسبعمائة واثنتين وعشرين قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من مليارين ومائة وثمانية وثمانين مليون واربعمائة وسبعة وخمسين ألف جنيها قيمة تعاملات مالية مخفى لم يقم الممولون باختار مصلحة الضرائب بها وجار فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة تسعة مليون وستمائة وخمسة واربعين ألفا وسبعمائة وثلاسة وتسعين جنيها هذا الأسبوع هيكون عندنا أحداث كتير زي ما تكلمنا على منتدى شباب العالم لكن كمان من يوم الثلاث هنبقى مرتبطين جدا بالكورة لأنه كاس الأمم الأفريقية وطبعا تعرفين المصريين ده مفضل بالنسبة لهم جدا وإن إحنا حنبدأ بقى نروح ونلعب والبطولة اللي حتستمر لحد شهر فبراير مصر بتلعب يوم الثلاثة وأول مباراة حتكون مع نيجيريا في المجموعة بتاعتها غينيا بيسا والسودان نيجيريا وأول مباراة مع نيجيريا حاجات تفاصيل كتيرة جدا أنا سعيدة لأنه ضيفي في الستوديو الحقيقة ضيف لعب في سنة 98 وطبعا كان مع كابتن جوهري وكان مميز جدا هل إحنا عندنا نفس التميز نفس الأمال والأحلام الكابتن عبدالسطر صبري وحفتح معاه صندوق للذكريات الفراعنة في أدغال أفريقيا تعالوا كده نبدأ لأنه ساعات قليلة ويبدأ كأس الأمم الأفريقية زي ما قلتلكم ونروح الكاميرون ويا رب تكون فعلا جهود كده نشوف هتوصل لإيه مساء الخير يا كابتن من أول ربنا خليك ده أنا ممسوط جدا أنا موجود معك يعني أنا يعني كده يعني شايف 98 وأولا أنت لعبت طبعا في البرتغال وكدت نجم وفي 98 نجم في كاس الأمم الأفريقية كلمني كده أنت شايف البطولة اللي احنا رحل لها أولا الأخبار بتقول رحلين بكرونا كتير فناس كتير موجودة في مصر وناس كتير هتروح كلمني كده رأيك شايف إيه لا أصلا البطولة الأمم أفريقية دي لها عامل تاني خالص يعني بطولة مهمة جدا بالنسبة للأفارقة إزاي كاس الأمم الربية هنا عندنا إحنا كاس الأمم الأفريقية كاس الأمم الأفريقية دي كل اللعيبة أصلا الأفارقة بتبقى إيه مميزة في البطولة دي بشكل كبير جدا وكلهم من إيه نفسهم اللعبوا إيه للبطولة بطولة دي تسويها أكبر فيها سمسر كتير قوي فيها الناس اللعيبة كلها عايزة تروح البطولة دي أسرع أنه ممكن حد يتمي شراء وفرصة وجوده أهم مثلا ما يبقى في أوروبا بالضبط هو يعيب مثلا في أوروبا مثلا لما يبقى الأمم الأفريقية دي ممكن تسويه أكتر ممكن يروح أن ديه أكتر كبيرة أعلى من خلال البطولة ممكن يعمل بطولة مميزة جدا يقولك لأ حتى كمان في تصنيفه أنه اللعب أنه ممكن اللعب يروح ممكن يبقى يوصل ليحسن لعيه في أفريقيا برضو من خلال البطولة طبعا أنت سنتة وتسعين كنت برضو هي السبب في أن أنت لما روحت هناك أنك تحترف برا بالضبط يعني هي كان مشاهل وعليك في التسايف أنها كنت متوقعها وقتها عشان كده بولك البطولة دي بطولة مهمة جدا للمعظم اللعبة الأفاركة يعني أنا بالنسبة لي كانت أول بطولة لها كانت سنتة وتسعين في كنف جانس بارك كانت أول بطولة أنها اللعبها المنتخب مصف وأول بطولة ألعب في أفريقيا من خلال البطولة دي بعد البطولة روحت على طول نادي في النادي ترولي نمساوي وكان معاك كابتن حازن وكان حازم احترف برا وفيها لعبة كتير قوي في ماتحد وفيها أحمد حسن وفيه عمارة يعني كل اللعبة احترفت من خلال البطولة إذن هي بنتفق هي بطولة مهمة عشان كده مهمة جدا طيب إحنا دلوقتي عندنا محمد صلاح وعندنا تريزي جي وفيه كمان ساد يوماني سافر كل اللعبة كل اللعبة عندنا أسماء كبيرة يعني تبص يعني إيه مثلا في الدورة الإنجليزية حوالي 18 لعب أو أكثر من 18 لعب يعني بيقولوا 18 أو 20 لعب إنهم راحوا من الدورة الإنجليزية غير بقى ليه لندية التانية في إيطاليا وفي ألمانيا في أسبانيا كل اللعبة راحت في البطولة يعني هتلاقي كمية لعبة محترفة غير عداية في البطولة أم أفريقيا دي أم أفريقيا دي إن هي بتعلل المنتخب بشكل كبير جدا بيخليه هو ليه ليه كيان في العالم في الدولة في الدولي في التحدي الدولي طب أنا عزي أقول لك حاجة بصراحة إحنا أولا كمان عندنا بيبقى عندنا كابتن بقى يعني بيبقى عندنا برضو كريم رمزي اللي بيجي بعد الهو بسمعيش يا كريم إحنا النهاردة يعني حننخلص على الفقرة دي الجمهور المصري الآن يعني أنا ما بتابع الجرايد وأنا على فكرة بقيت أحب الكورة مؤخرا لإنه كورونا غيرت فيها إن أنا أحب الكورة أصلا إنها جميلة وحاجات حلوة ولكن الجمهور مصري الآن قوي ليه ألقانين إحنا من اللعيبة ألقانين من الكورونا اللي خلت ناسي يعني النهاردة مثلا عندك اللي بيدرب الحراس كابتن حضري مش هيسافر فاضطروا يجيبوا طبعا مدرب آخر ومدربين آخرين يعني فيه مشاكل في الكورونا عندنا مثلا ناس ألقانة برضو بقي إنه كيروش مش متطمنين حينزل مين ويعمل إيه ويفجئهم بالتشكيل إنت شايف إيه؟ لا من ناحية الكورونا الأول طبعا على المنتخبات كلها فيه ناس عندها عند دول كلها فيه عندهم كورونا فيه لعبة عند مميزين برضو عندهم كورونا بس أنا أتكلمك بقى على منتخب مصر منتخب مصر في الأمة أفريقية يعني لا مش ألقان عليه منتخب مصر طول المنتخبات اللي حم نلعبها في البطولة الأمة أفريقية نحن نوصل للمربع خلينا نعملها أرقام مش ألقان عليه لي واحد اتنين تلاتة إيه السبب؟ لا أول حاجة أن منتخب مصر أي بطولة مجمعة أي بطولة مجمعة يبقى فيها تركيز أكتر فيها الاهتمام أكتر اللعبة منتخب مصر بيحسوا بيعلم المسؤولية يبقى حماس أكتر وبتاع الحاجات التي كلها وضع كوروش وإنت كمان يعني عارف البرتغاليين عشت شوية والعيبت وكذا وضعه إيه حيبقى في لا كوروش حيعمل إيه لا يفاجئنا مثلا بحاجة كويسة لا مش يفاجئنا بس هو إيه كوروش لما حصل كاس البطولة عربية اللي فادت لما حصل فيه نقط كتير أو كلام عليه هو ابتدت تركيز يبقى أكتر دلوقتي خلاص حس إن شعب المصري الأمة المفروكية دي هي الأمل إنه هو عايز يرجع عيب بشكل كويس قوي كوروش هيعيد كل حساباته بعد البطولة بعد اللي فادت بعد البطولة عربية أي خلاص شاف اللعبة كلها بشكل كبير جدا غير كده إن اللعبة المحترفة بقت معاهم اللعبة المحترفة محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح كيمة كبيرة جدا معنا وليش يعني حاجة كبيرة إنه هو إيه بيخلي دلوقتي محمد صلاح موجود مع منتخب مصر والنيني وترزيجي بيبقى خلاص المنتخب بيبقى رجع بشكل قوي جدا عشان كده كروش هيبتدى بقى حتة هيقسم بالزبط بالنسبة للمنتخب مصر بالنسبة للتغييرات بالنسبة للتشكيل توقعاتك لمباراة نيجيريا من حس التشكيل تقريبا نيجيريا دي هي المباراة اللي هو أحيدة المصر منتخب المصر منتخب مصر مباراة منتخب نيجيريا مع منتخب نيجيريا هي المباراة المهمة للمتخب مصر بداية البداية هي اللي بتدينا قوة إنه إحنا نقدر نعدي إيه للمرحلة التانية مباراة نجيريا دي هي دي بروفة كويسة جدا كمان ممكن نجيريا تلعب معنا في إيه في الملحب بتاع كاس العالم يعني ممكن نقع مع إيه مع نجيريا في إيه في الملحب بتاع تصفية كاس العالم عشان كده إن شاء الله منتخب مصر مع ماتشي المتخب نجيريا منتخب مصر إيبه هو إيه فعلا إنه جدير وحتى كمان الروح إن أنا شايفة من خلال التدريبات قبل ما يسافروا منتخب مصر ومحمد صلاح مع اللعبة مع كل اللعبة اللي موجودة في روح جديدة أول المتخب مصر فحسي صحيح إن شاء الله حنعمل حاجة كويسة معي نجير إن شاء الله وجودنا في المجموعة دي هل ده أهم ماتش لأنه عندنا غينيا بيسا والسودان هذي أهم مباراة؟ طبعا طبعا مباراة الأولى هي اللي بدي دي قوة هي بيتخوف المنتخبات من خلال المباراة الأولى يعني أنت لو كسبت المباراة الأولى بيقولوا منتخب مصر لا قوي منتخب قوي ممكن لا يوصل للهدار النهائية هي بدي دي صورة لكل المنتخبات عشان كده إن شاء الله المباراة الأولى هي اللي بدي دينا قوة إن شاء الله نحن نركز فيها وباللعبة دي بها هادية جدا أول ما نعد البطولة دي المباراة الأولى دي تلاقي منتخب مصر ابتدأ إيه؟ يعلى يعلى واحدة واحدة هو دايما منتخب مصر بيعلى على إيه؟ على المراحل على طول بس المباراة اللي نعد منها إن شاء الله بشكل قوي يبتدأ الأمور إيه؟ طيب كيروش عمل تصريحات وقال لك أنا يعني مش هيقدم كده وعود بإنه ممكن الكاس يبقى المصر وده بيرجعنا لتصريحات كابتن جوهري وقتها هل ده علشان ناس ما تقلقش؟ وهل ده علشان هو مش واثق يعني؟ لا ده قال التصريح كيروش قاله في البطولة العربية أنا جاي عشان حقق البطولة العربية طيب يعني إيه؟ قال يعني لا الأمور بختلفت خالص يعني إيه؟ لا هو رجع غيرت إيه؟ التصريح قال لك أنا مش مواعد من شعب المصر إن أخد البطولة هو إيه؟ يعني لو تشوف التصريح عشان كده إيه؟ الكروش هو زاكي جدا في الحتة دي يعني هو يبتدأ إيه؟ يهد الأمور بشكل كويس حتى اللعبة ما باش عليها ضغوط جامع جدا إن إحنا إيه؟ إن البطولة دي مهمة جدا إن إحنا ركز فيها آه هو بيتكلم مع الصحافة مع الشعب المصر بطريقة وبيتكلم مع اللعبة بطريقة تانية خالص أنا متأكد متأكد إن إحنا جايين آه يعني هو بيلعب الجمهور من خلال الصحافة من خلال شوية تصريحات بالزابط كده ده شغل برتغالي يعني أنت باب من خدر مع شرتهم بالزابط كده يعني عشان كده بقى اللعبة لأ إحنا جايين هناخد البطولة جايين بشكل قوي جايين لازم نلعب بشكل مميز جدا لازم إحنا إيه بجادرين إحنا إيه ناخد البطولة ده بيتكلم معي فوت اللبس مع اللعبة بشكل قوي جدا مع الناس بيقلق يعني تقصد هنا كابتن عبدالسطار إنه بيتكلم مع اللعبة بشكل وأمال إحنا هناخد الكاس إحنا هنعمل كذا ولكن بيخاف من الوعود فبيقلل بيقلل الفرص ويقولك أنا لا قاعد بالكاس بالزبط أنا بكلمك ألعيب كورا كنت لعيب كورا كان بيحصل معي بنفس إيه الحوار ونفس الأحاديث اللي بتحصل بإيه نفس الحوارات اللي بتحصل لمدير الفان مدير الفان بيتكلم مع صحافة بس بيتكلم مع اللعبة بشكل تاني خالص مين أكتر مدرب كان بيعمل معه يعني كابتن جوهري أنا أبديك كور كتير أنا عارف بالزبط كابتن جوهري كان مثلا يقول للصحافة أو يقول للناس والإعلام وأنا أخذ المركز الثلاثتاشر في البطولة فاكرة الثمانية وتسعين أنا جاي البطولة راح البطولة دي أنا أخذ المركز الثلاثتاشر بس بيتكلم معنا لا وتشوفي لا حاجة تاني خالص أنا النهاردة أنا جاي البطولة دي عشان أخذ البطولة لازم أرجع بالبطولة لازم أرجع بالكاس كل واحد فيكم لازم يحط السيناريو المتش الأولاني عندنا مهم جدا عشان نبص ناخد الكاس ونرجع بالكاس تلك كلام اللي إيه كابتن جوهري كابتن جوهري في كاس الأمم الإفريقية كان بيقولك ما ترقصش جامد لا بس أنا صح كان بيقول كده فعلا لا وكان ما كانش بيقولي كده بيقولي بس إيه حاجة إيه أن أنت في الترقص نقل الوقت المناسب أن أنت إيه ترقص فيه بشكل قوي جدا بس أنا أقولك عن نفس أنا عبد السطر صبري الناس عارفت عن ترقص صبري من خلال الترقص لو أنا ما رقصتش أنا أسأل حاجة عندي أنا عبد السطر صبري بتاع الترقص أنا ترقص الكورة يعني يعني أنا الناس عرفتني بالطرئيس إن أنا رأس. أنا أسهل حاجة عندي أنا ممكن أبص الكرة وكل حاجة. بس الناس لما تلاقيين إن أنا لمسة ولعبة إن أنا ما برأس. هيقول علينا النهاردة إن أنا عمسطار ما كانش إيه بصورة كويسة قوي. بس الناس عرفت عمسطار سبب برأس. عشان كدنا أنا لازم رأس. الكابل الجواري كمان جابني في المنتخب عشان أنا برأس. طيب أنا بشوف صور معاك كده بس دي صور يعني عامة بشكل عام. مين من اللعيبة في مصر فيهم الروح والمروغة والترئيس بتاعك. يعني أنا بحب أنا بحب الشيكبالة الصراحة. شيكبالة. أه شيكبالة أحس إن هو قريب مني في طريقته في الستايل بتاعه في الترئيسات بتاحها. شيكبالة مش في المنتخب أصلا. أه مش في المنتخب. في زمالك. أه في الزمال. بس أنا بحب بحس إن هو قريب مني نفس الستايل نفس حتى أشوال زي طريقته زي في الترئيسات. قريب من شوية كل واحد بس هو قريب يعني هو الوحيد اللي انا شايفه ايه مميز يعني بشكل كبير او زي اما اللعبة فيه لعبة كتير او مميزة فيه لعبة طب عدد اللعبة اللي بيرقصه في المنتخب قليلين ولا معوني قليلين اه قليلين مين شايفه هو يعني لا انا مش شايف حد يعني بيرقص بشكل قوي جدا لما صراح بيعدي يرقص كده شوية في ليفر بول بتحس ايه صراح بيرقص ويعدي من اول لتقبل حاطي ده جون صراح مميز ايه في ثلاث خشبات بيرقص بشكل كويس بس ايه عنده الحد اللي هو بيحط القرى جوه جون بشكل كبير جدا بس احنا كالنظامنا احنا عندنا احنا منعدي من واحد واثنين وتلاتة مفيش مشاكل احنا بلاعب اللعب دلوقتي ايه اللعب المنتخب ممكن يعني يعدي واحد بالعافية لما يعدي من واحد اما حد بقى ايه يعني بس حد الصلاح لما انشوفته لما كان من ريفر بول ابتدى يتطور عارف انت تتكلم انا افتكرت ايه افتكرت بقى المعلق وعبدالسطار حازم امام يعني كان في دوته كده في المنتخب كبير لا انا كنت انا وحازم ده ما بقاش موجود في المنتخب اه يعني انا وحازم كنا اصلا فهدى واحدة على طول مع بعض من منتخب الشباب المنتخب اللي لنب منتخب الاول كنت انا وحازم نعمل ايه منرسم سنايرو نفسنا كده في القوضة مع بعض ان احنا نعمل انا رقص ازاي هنبتدى الرقص اول طرقص هتبقى ازاي وسنايرو ده كان بيوافق عليه كابتن جوهر لا نحنش عارفه خالص انتو الاثنين مع بعض منعمل كده نازلين كده مع بعض طب هل حصل عملته حاجة وجيك كابتن قالوكو ايه لنا خلاكو تعمله كده لا يعني فيه ماتش بتاع اللي احنا طرطنا فيه كان فيه مشكلة بالنسبة لنا ماتش كان السعادية وطرطنا الظلم يعني احنا الاثنين مع بعض كانت كاسب قرات يعني كانت الامور كانت صعبة من نسبة لكابتن جوهر وحتى هو قال لنا قبل الماتش قال لنا خلي بالكم انتو الاثنين بالزات الناس كلها ايه بتتكلم عليكم انتو الاثنين انتو الاثنين يبقى المشكلة عليكم اقعدوا ان نرفزوا فيكم بس حسيت الامور ان الحاكم جاي علينا انا وحازم بس انا بقولك انا حتة الترقصات يعني احنا برأس انا وحازم حتى كابتن جوهري من خلال انه هو غير الطريقة بشكل كبير جدا ان احنا ايه خلينا نحازم ايه تحت ايه تحت كابتن حسن حسن اما المنتخب دلوقتي بيلعب بطرام مميزة الدنيا اتغيرت في الكورة كتير طريقة اللعب اتغيرت كتير جدا ده التكنيك ولا ده السرعات 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 اللي يقع البدنية هل بقوا احسن منكم؟ السرعات والقوة والالتحام بشكل قوي جدا وقوة البدنية بيتباع عالية جدا دي اتغيرت احنا كنا من عواطب حتة المراغة حتة المهارة ان احنا منعدي من اول والتاني وتالي منلعب ايه من حتة بيه اختراقات اكتر اما دلوقتي فيه سرعات كده لامحمد صلاح يعني ما شاء الله يعني ايه عنده سرعات بشكل كويس جدا ممكن من بعد نص الملعب يعدي ممكن يروح يجيب جون بسرعاته دي نزيجيه نفس العملية تب خليني يا خليني اقولي المشاهدين حاجة رونالدو يعني قال انه عبدالسطر صبري مسأله الاعلى صح ولا لا اه دي حقيقة دي حقيقة اه دي حقيقة ايه سببه يعني قالها ليه في الوقت ده انا ساعتا انا كنت بالعب في بنفيكا كنت يعني بنفيكا ده حاجة فالبرتغال وكريسسيني نولادو كان بالعب في سبورتنغ اللي شاهدونا يعني زي بيقولوا الدربي زي الاهل والزمال اللي كان في مصر كان بنفيكا وسبورتنغ انا كنت بالعب مضش جدا ضد سبورتنج كان ماتش مهم جداً في ملعب الفلاتو وكان ملعب سبورتنج كريستيانو كان عادي حتى دي كان عنده 18 سنة من خلال الماتش ده أنا يعني أنا كنت مميز في الورتغال ده خدت أحسن لعبة في الورتغال جيبت جون في ملعب سبورتنج بعد الماتش بقى بيعملوا بقى ساعتها اندرفيو وكان ساعتها منشستانو نايدت جايي تلاعب سبورتنج لجمونة عشان ياخدوا كريستيانو نوردو بس بيسألوا بقى كريستيانو بعد الماتش يعني نفسك تبقى زي مين زي جيجز ولا بيكم ولا فيجو ولا كانتونة يعني اللعبة المميزة جداً في العالم في ملعب أو في الورتغال قال لهم لا كل لعبة كويسة جداً أحباها جداً بس النفس أبي صبري ده من نسبه لحاجة كبيرة حاجة مميزة جداً صبري ده يعني أنا شايف الصورة هو ايه في الورتغال ونفسها بقى زي وكده طريق حتى كان معظم الوقت كنت على طب أروح له إنجلترا لانما كان أبقى لعف المنشستر وأنا في مينفيك كنت بقى تعبوا يعني طب دي حاجة حلوة شفت ازاي نظرته لما لعب لما الماتش التاريخي التاريخ إنجلترا دلوقتي اللي كان طبعاً ما بين اللي كان رونالدو وصلاح شفت ازاي نظرته لصلاح لما صلاح كسر التاريخ يعني يعني هو من نوعية الكريستانو إنه هو عنيك جداً وبيحب هو يبقى رقم واحد وده عنده طموح جامل جداً لما شاف الحاجة الحاكة القوية قدامه حاكة يعني بشكل قوي جداً كانش متخيلة إن صلاح كامل وبعدين فيه ثقة من محمد صلاح واقف بثقة مش ببصله يعني قوة صلاح إنه هو مش ببصله أي حاجة تاني ببصله إنه هو إيه الآن منه خاف منه كريستانو مش من نوعية دي لما ده وصل صلاح للصورة دي خلى إيه كريستانو فيه احترام لمحمد صلاح وده حاجة كبيرة بالنسبة للمحمد صلاح إنه إيه يوصل الصورة دي سعاد يقولوا إن القسار القامة في كرة القدم أمهر من طوال القامة صح ولا لا؟ ده حياء مارادونا مارادونا كان والقسار هم الأكثر ترييس بقى أو مارادونا كفية مارادونا مارادونا ده حاجة فوق الوصف يعني مارادونا ده كان صعير جدا كان يعني أحسن لها في العالم أنا شايفه صورة كان يعني بلعب يعني بالنسبة للدور الإيطالي هو خد الدور الإيطالي نابولي راح نابولي خد الدور وخد الكاس وخد الشمز ليجي يعني حاجة فوق الوصف ده لوحده مارادونا نفس العملية عشان كده أقول لك يعني لا القصيرين معظمهم بمهارين أكتر يبقى عندهم مهار أكتر حتى لو تلاحظ ميسي 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 نفس العملية قصير طبعا فالقصير بيلعب أكتر الكلام في الكرة بصراحة بديع وجميل إيه الكلمة الأخيرة اللي تقولها ليه منتخب مصر؟ ربنا أفهم طبعا وإن شاء الله يعني إن شاء الله نرجع بالبطولة وهم يعني عارفين وحاسين بالمسؤولية كل اللعيب دلوقت حاس بالمسؤولية حاسين شايفين الشعب المصري أنه مستنيهم بشكل قوي جدا أنه يرجعوا بالكاس وأنا بقول لي اللعيب أن إن شاء الله البداية مهمة جدا نركز في البداية والمباراة إن شاء الله نكسبها مع منتخب ناجيريا وهي اللي تدينا تفع كويسة جدا وربنا وفاهم إن شاء الله بإذن الله يا رب هم. أنا بشكرك جدا يا كابتن توقعات؟ فيه توقعات؟ توقعات نحن هنعدي همكما؟ دعيني أنا توقع أنا وإنت لا لا نصل إن شاء الله لا نعدي إن شاء الله بإذن الله هنعدي إيه يعني إنين. سفر أو ثلاثة سفر؟ أأ survivors 꾸ني ناجيريا أحنا أنكسب واحد سفر مين اللي هجيب جون؟ محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله محمد صلاح مميز جدا محمد صلاح بيعطئ الأشخاص محمد صلاح بيعطئ المشاكل مين التشكيل اللي تتمنى؟ التشكيل هو يعني معروفة يعني كوايدة ناظري يعني محمد الشناوي من أولا وهيلعب حجازي والوينش وهيلعب الفتوح ناحية الشمال وأكرم توفيه ناحية اليمين هيلعب ثلاثة ونص الملعب هيلعب عمر السلية والنيني وحمد فتحي هيلعب ناحية الشمال ترزيجي ومصطفة محمد ومحمد صلاح خلاص كده المباراة جهزت يعني هو أمي جهزت على أننا نلعب يعني الحقيقة بشكرك يعني بشكرك جدا وبتمنى بجد أنا سعيدة قوي يعني بيك وسعيدة أن احنا نشوف دايما أبطالنا كده ورموزنا وإن شاء الله مستبشرة بيك خير يعني بجد يعني حققت حلم في 98 احنا مش بعيدة أن احنا نحقق أحلام كتير بشكرك جدا شكرا يعني كابتن عبدالسطار صبري شكرا أن ورتنا في التسعب بعد الفاصل تفاصيل كتيرة بيعيشها مبنى مسبيرو المبنى ده مبنى مهمة قوي مهمة قوي المبنى ده يعني مش مهمة بس المصر ده كان مهمة كمان للعالم العربي لما العاملين في مسبيرو بيحبوا مبنائهم وبيتعبوا وبيشتغلوا وبيستحملوا حاجات كتير جدا بس أحيانا بيكون عندهم حاجات كتير أمال وأحلام عايزين يطلعوا بالإعلام لقدام عايزين يحققوا أحلام وعايزين حاجات كتير جدا بنستعرض كمان في الفقرة التالية لأنها فقرة مهمة خطوات جدة جدا خطوات كمان قدمها مسبيرو خطوات قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام علشان كمان تقفز بمسبيرو وتقفز بالإعلام قفزة مختلفة إلى الريادة لأنه هو ده كان مكان مسبيرو من استوديو عشرة أنا حيشرفني أني أستقبل بعد قليل في حوار من القلب ونتطمن على أهل مسبيرو وأيضا على العاملين وهو يطمننا أكتر الأستاذ حسين زين في ضيافة التاسعة بعد قليل رئيس الهيئة الوطنية قبل الفاصل قلت لحضراتكم أنه مبنى مسبيرو ده مبنى مهم جدا والحقيقة المسؤولين عن المبنى والمسؤولين عن الهيئة دايما عندهم أمال وأحلام ربما تكون الأمال والأحلام كمان بيعني فوق التوقعات بيحاولوا يعملوا كل حاجة عشان يقدر أنه يقفز بهذا المبنى وبالعملين أنه يحقق لهم يعني أوضاع أحسن وأفضل منها أنه ينتج يقدم منتج على الشاشة قوي ومختلف وفي نفس الوقت يبقى بيقدر كمان العامل اللي بيشتغل داخل المبنى ولكن بين الأمال والأحلام والمطالب دايما بيبقى فيه بعض المشاكل بتحصل في كل مكان وده بيخلي دايما المسؤولين أنه هم عايزين يحاولوا يرجعوا يلموا الدنيا والناس ويأكدوا على المشروع الأهم وهو أنه مسبيره يفضل في مكانه وبالريادة ويحافظ كمان على حقوق العاملين علشان كده فيه ضيافتنا اليوم ودي فرصة هيلة جدا مع بداية العام نعرف كمان الخريطة ومسبير ورايح فين والهيئة الوطنية للإعلام أحلمها وأملها على أرض الواقع ممكن تبقى عاملة إزاي فيه ضيافة التاسعة رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين مساء الخير مساء النور الزميلة العزيزة شفك المنينة مساء انت في بيتك لا والله أنا سعيد بالتواجد معاك في الاستوديو الاستوديو التاسعة ومنورانا بجد استوديو عشرة بتاعنا بجد يعني أنا أولا بشكرك لأنه يعني يمكن الناس أنا كلما بدخل استوديو عشرة بحس كده من أكبر استوديوهات موجودة في الشرق الأوسط واستوديو عريق وفيه تاريخ وإن إحنا نفضل محافظين عليه بهذا الجمال والرونة والناس تبقى مبسوطة به جدا ده التراث اللي خلق مسبيره كل جميع المسلسلات والفوزير وكل الأشياء الجميلة اللي احنا تربينا عليها خارجة من استوديو عشرة ده صحيح طمني على العاملين في مسبيره والله هم بخير زماينا وإخواتنا وأصدقائنا يعني صراحة احنا بنفكر فيهم أكتر ما بنفكر في نفسنا عشان حلنا من حلهم طبعا فطبعا أنا بس أحب في البداية بتوجه للشكر اللي معالي دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على الجهد الجميل وهو تقديرا لمسبيره الاستجابة السريعة اللي احنا متوقعين هتملي منه صراحة يعني ما تأخرش ومعالي وزير المالية طبعا الهيئة الوطنية للأعلام عندها صعوبات مالية اللي هي طبعا الوفاء بالالتزامات اللي هي بتزداد كل يوم عن اليوم اللي قبله انت متخيلة المبلغ المخصص للهيئة الوطنية للأعلام من 2011 مبلغ اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو شامل كافة الأشياء والبنود الخاصة المالية بالتحاد اللي زعوا التليفزيون في السابق والهيئة الوطنية للأعلام حاليا 220 مليون جنيه وقلنا المبلغ ده مخصص لإيه؟ لكل شيء يعني انت متخيلة الأجور السابقة الأساسية والحوافز والمكافئات والمتغيرات والتشغيل والتقنية والصيانة كل شيء ممكن تتخيله هو مبلغ ثابت من 2011 لم ينتغير يعني مر عليه أكتر من 11-12 سنة وإحنا ما زدناش في ظل الطموحات والأحلام والمتطلبات العصرية للأعلام ككل وانت عارفة الإعلام مكلف وإعلام مكلف جدا جدا فوق الوصف عشان نعمل الصورة المبهجة ونعمل الموضوع ونعمل التقارير ونعمل الشغل ونبقى موجودين في كل حدث وننقل وانتوا الحقيقة بتنقلونا في أحداث كتيرة جدا طول الوقت الناس متخيلة للأعلام ده مجرد استوديو وانت بتطلعي منه وكاميرات بتصور وخلاص ما تعرفش إلا ما ورأها هذا فيه تقنيات حديثة فيه ترطدات فيه اسلوب بس جديد فيه محتوى فيه أشياء فيه عاملين كل الأشياء دي بتجتمع عشان تطلعي الصورة اللي في الآخر اللي بنتكلم كلنا عليها والمحتوى اللي بيبقى فاصل ما بين القنوات والأخرى والتنافسية اللي موجودة طيب فإحنا هنرجع إن المخصص كما هو من 2011 وإحنا بقينا في 2022 طيب إحنا بالنسبة للمخصص 220 وفي ظل الزيادات وتعويم الجنيه وإحنا كافة الأجهزة والتقنيات كلها كلها خارجية يعني أنت بتضطر تتعاملي بالدولار وكل يوم فيه زيادات وفي ظل الأزمات اللي بتبقى موجودة وأزمة كورونا كمان الدنيا مش مبشرة كانت لكن برضو تخطينا المراحل الصعبة دي نرجع لأزمة العاملين الكوزية دي مهمة جدا إحنا معاهم قلبا وقالبا غضبوا ليه؟ يعني إيه الغضب اللي اللي وصل الناس لهذه الحالة؟ بصي أنا هقولك هو مش غضب على قد ما هم نفسهم المبنى يقوم وهم عارفين المبنى ده وأهميته فهو مش غضب وفي نفس الوقت إحنا بنتكلم إحنا بندينهم كافة الحقوق بتاعتهم المشروع لإنت تتنفس وتعبر عن نفسك وإحنا معاك صحيح أولا ده حقه والحق أنا كان عندي في الأساس اللي أنا لازم أزبطه له قصاك ملكي إحنا بنتكلم عليه متواجد معاه يتحقق في أي وقت بتشال في الخزنة بتاعته لكن هنا ده الجزء اللي إحنا المفروض بنقوم بيه من ناحيته مش قدرين نوفي بالالتزام بس الالتزام يبقى مكتوب وموجود فضمننا كافة الحقوق الخاصة بيه من علوات وتسويات وترقيات كل الأشياء من هذا القبيل لكن لما تيجي تبصي لها شمعنا التوقيتات اللي إحنا موجودين فيها درات إحنا كنا بنوفي بأجزاء كتيرة كانت في الأيام السابقة وما كانش دين مشكلة كبيرة آه ما كانتش ماشية بصورة مستمرية بس كنا بنحاول على قد ما بنقدر وهو صراحة في الأول وفي الأخير هو صابر عليك ده كيان الدولة وهم ما تتخيليش بيحبوا كيان الدولة إزاي هم بيشتغلوا في أهم صرح موجود فيه صرح الإعلامي والعاملين في مسبيرو طول عمرهم الحقيقة هم أكتر ناس بيتحملوا لأنه هم اللي بيصبروا الناس على الشاشات هم متحملين المسئولية بيتحملوا المسئولية طبعا وبيشتغل كتير وبيتعب طيب خلينا برضو نرجع كده ونتكلم مع حضرتك وتقول لنا بإنه يعني الإرادات والحاصل وحجم الأموال اللي بتدخها الهيئة شهريا من الموارد بتاعتها وإجمالي الدخل إنت هتحلها إزاي يعني هتطمن الناس إزاي وفي نفس الوقت تكمل الأمال والأحلام بتاعتك طيب إحنا بنتكلم فيه استجابة سريعة اللي هي تم ضخ 60 مليون جنيه 60 مليون جنيه دول كمرحلة أولى إحنا بنتكلم فيها عشان نستوعب كافة المعاملات المالية الخاصة اللي إحنا بعتناها بمطالبات العاملين فكانت الجزائر الأولى اللي إحنا هنبتدي نتعامل مع أجزاء اللي هي زي العلوات والمتجمدات اللي هي موجودة من 2017 و18 لم يتم الوفاء بأجزاء منها بالضبط فحيبدأ يبقى فيه على طول صرف لهذه المستقبلة ده من يناير على طول 23 مع الصرف الإلكتروني حيبقى نازل وموجود من 23 يناير دي هيبقى القبض الجاية بالضبط إحنا بنتكلم كمرحلة أولى لدحقك إحنا بنحاول نوفي به وبنحاول نوصله تمام لكن هو الأساس عندك في الصعوبات المالية الموجودة اللي هو فرق ما بين التمويل اللي بيجي لك أو المخصص المتين وعشرين وإنتي في الأساس عندك متين وستين لازم يبقوا متوجدين ده الحد الأدنى اللي إحنا بنتكلم فيه الاربعين اللي بيجوا دول من ضخ الهيئة اللي إحنا بنقول من إراداتها والإرادات اللي إحنا كنا بنجيبها بنتكلم فيها دي المفروض بتروح في تقنية هندسية ورفع كفاءاته وصياناته وإلخ من ده فابتدت تروح في الجزء الثاني اللي هو حقوق العاملين طيب إحنا دلوقتي لما بنضخ الجزء دو هيتوقف العمال التطوير وعمال البنية الأساسية ومن كل الأشياء دي طيب الاربعين دول اللي إحنا بنتكلم فيهم مش هما الأساس ده إحنا عايزين 120 فوق المتين وعشرين عشان تكمل عشان نكمل أولا بند الترقيات اللي عندك اللي هو الخاص بالعملين ده لوحده ل11 ألف عامل لترقيتين فقط عامل 40 مليون جنيه شهري هتحله إزاي ده دي مشكلة وعقبة لسه بقيت الأجزاء مترقمات العلوات والمتجمدات والإضافات والأشياء دي تدخلها في حوالي 700 مليون جنيه فأنتي بتخيلة المبلغ وكبره قدية طبعا ده مبلغ كبير جدا عشان حجم العاملين داخل مزبيره 32 ألف عامل هي دي المشكلة الأساسية لو كل واحد بياخد العلاوة بتاعته حتى اللي إحنا بنتكلم فيها 65 جنيه ولا 100 جنيه والكلام ده بتشكل المنظومة ككله بالترقمات المبلغ ده وده مبلغ كبير وهقولك الأكتر العاملين متفاهمين وعارفين اللي الأجزاء دي مش هتنزل لهم مرة واحدة بس بيقولك حرقلنا العجلة إحنا معاكم إحنا معا كيان الدولة هو عايز يتطمن بأنه يبقى فيه خطة هو عارفها لا وهو صبر ثلاث سنين بس الدنيا زادت عليه وهو عارف اللي كان الدولة بتوجه تملي بحياة كريمة للمواطن طبعا ده هي الدولة شعرها الحياة الكريمة ده الأساس وعلى فكرة دعم الدولة لا يتوقف يعني ماس بيرو كيان أساسي في وجدان الدولة طبعا فإحنا بنتكلم في كل العامر دي أتأخرنا شوي وده الكلام ده وارد لأمور كتيرة إحنا بنتكلم فيها ككيان دولة قايم وفيه ضخ لأماكن كتيرة لكن ده مش معنا ده اللي احنا غفلنا حقهم ولما جوم طالبوا اللي هم يبقوا متواجدين ونقول حقنا والكلام ده مطلق الحرية وقلنا لهم جوة بيتكو إحنا تحترامرهم بس ما فيش تدخلات لأشياء أخرى غريبة نقدر بقى ساعتها نتعامل معا وهم احترموا ده جدا ولما شافوا اللي فيه عناصر غريبة داخلة فيهم معرفش حاسة من كلام حضرتك كده أستاذ حسين أنت حاسس أن فيه أن فيه ناس بتدخل ما بين الأمناع ده أساس وهم أدراكوا ده على فكر يعني هم أدراكوا اللي هم حقهم المشروع اللي بيتكلموا فيه مع قياداتهم وناسهم اللي فيه تدخلات من ناس تانية بتحاول تغير المسار وتخليه في اتجاه تاني وده المنع اللي هم عملوهم تدخلات دي عاملة أزمة داخل ماس بيرو؟ طبعا أنت عندك من كافة الطيارات والأشياء اللي احنا بنتكلم فيها الخارجية والداخلية اللي انت مش عارف كمان المحتوى الداخلي فيه بالضبط جوايا أنا هي دي المشكلة التانية اللي بنتكلم فيها فهم ابتدوا يصفوا نفسهم بنفسهم احنا واقفين هنا بنطالب بكل أدب وزوء لحقوقنا لكن المواضيع اللي دخلت في السياقات التانية هي دي المشكلة الأساسية اللي عمل التغيير للمسار طب هل لي أن أنا أطلب حاجة بما إني برضو يعني زملائنا وحبيبنا وناسنا وأنا بحس أن الناس ما سبيرو يعني تعبوا تعبوا جدا وده حقوه هل يعني حضرتك قلت أنه في حل حيبدأ إن شاء الله حيبقى موجود يوم 23 يناير وده شيء جيد جدا هل فكرة أنه نفتح الباب شوية نستضيف مجموعة ممثلين من القطاعات من السادة اللي كانوا موجودين من زملائنا لما برضو يبقوا موجودين يعني أنا بتكلم معايك وإحنا في استوديو في بيتنا لكن لما يبقوا موجودين في مكتبك ويسمعوا منك الكلام ده برضو وجهاً لوجه يبقى فيه نوع من الطمأنة ونوع من الثقة بإنه إحنا معاك وإنت عارف أبناء ما سبيرو هم حيخرجوا من المكتب يقولولك إحنا معاك على فكرة اللي أنت بتقولين والأنا هحضر اللقاء ده على فكرة لا ده حصل النهارة قبل منزل دلوقتي الستوديو طب إحنا ممكن نشوف الصور يعني فيه على فكرة حصل فعلا؟ أه بالزبط دي الصور؟ دي صور من داخل المكتب عندي داخل المكتب؟ والناس موجودين حتى الأعضاء الخاصة بالنقابات الخاصة بما سبيرو كانوا متوجدين والحديث كان إيه أستاذ حسين؟ بصي متفائل جدا الناس فعلا الناس على قدر من الحرية اللي احنا بنتكلم فيها الإعلامية المنضبطة وفي نفس الوقت كافة الاحترام هم بيقول لك إحنا بنقول حقوقنا افتكرونا إحنا دخلين على الأب والأم بنقول لهم إحنا محتاجين صح فهو ده الشيء اللي احنا كلنا بتحترونهم عليه وهم طلبوا ده جوابتهم يعني وده مطلب مشروع أنا معهم متضامن فيه ده حقك وأنا بضمن لك حقك بس الوفاء ليه بنحاول اللي احنا نمشيه بالطرق اللي نقدر عليها وهم مقدرين الجزئية دي اللقاء استمر حوالي أكتر من ساعتين على فكرة لمختلف يعني كل الفئات اللي بنتكلم فيها من كافة القطعات والطيارات اللي موجودة داخل المسبير والناس غاية في الاحترام أكتر حاجة يعني اتكلموا فيها مع حضرتك قالوا إيه هم مش بيتكلموا بس على فكرة في الجزئية بتاعتهم الخاصة بالحوق هم بيشوفوا أحوال مسبير والتطوير اللي تم فيه على شكلة القناة الأولى القناة الأولى مذهلة دلوقتي تنفسية بصورة جميلة نفسهم في الكل بس دي تكلفة مالية عالية جدا أنت ما تضاريش تحقيقية في التوقيتات دي إحنا طموحنا أكبر من ده يعني أنت على شكلة البس الأرضي شوفي تحسن إزاي وبقى الشكل بتاعه إزاي درجة البطولات الأفريقية بيكافة الأشياء بتاعتها والألعاب بيت تبس عليه نقل كرة القدم العظيم النقل الجديد اللي بقى بالعربيات البس الفوركي اللي بقت على تقنية عالية جدا وتواكب التقنية العالمية بقت موجودة عندك وبتنقلي بيها المباراة دي كل ده تطوير لمسبير ونقل الأحداث القومية يعني طريق الكباش والمميوات ولا هقولك على الحاجة الأفضل ومنتدى الشباب شرم السيخ اللي حنسوفه إنساء الله منتدى الشباب انتكافة التغطيات والأحداث الخاصة بالدولة بيقوم بيها التلفزيون المصري طيب بعد اللقاء والصور دي هل السادة زملائنا وزميلاتنا لمهودين مشوا متطمينين مشوا بجدوى الأعمال مع حضرتك بقى فيه نوع من أنواع التمأنة ما بينك وما بينهم بإنه إحنا شغالين على أولا اللقاء ده مش هيبقى آخر اللقاء إحنا بنتكلم ولا هو هيبقى ده اللقاء جيه بطريقة تلقائية وإحنا بنشوف أحوال ما سبيره عاملة إزاي تمام ووجهت لرؤساء القطاعات بضرورة عقد ندوة شهرية تجمعهم بالعملين في قطاعاتهم ده مهم جدا وينقلوا لي حتى لو عايزيني أبقى أنا موجود حبقى موجود معاهم عشان دول في الأول وفي الآخر سملائنا وأبنائنا وأصدقائنا فلازم يبقوا عارفين الأحوال اللقاء خليني كده أقول لك كل زملائنا اللي يسمعونا أنه حيبقى فيه ندوة شهرية لكافة القطاعات يعني الأخبار والمتخصصة والمحليات والفضائية والطف أنت حتلاقي برضو مزيعة مش من بره فانعرف كل حاجة يعني إذن خليني أقول لزملائنا بإنه يعني بس أقول لك حاجة بصراحة أستاذ حسيني حيقول لك تاني ندوات ما أنت بتقعدني بتقول كلام بيقلقوا لا أنا مش قاعدة عشان أنا أقول له كلام أنا قاعدة أسمعه وأشوف مقترحاته لو فيه أشياء عندهم يقدر يسام بيها للهيع وممكن أنت تسمع المقترحات تسمع كل المقترحات النهاردة قالوا مقترحات جميلة جدا قلت لهم بعد إذنكم وافوني بالتفصيل يعني اللي ابتديني قلنا مقترح منهم بيتكلموا لتطوير موارد مسبيرو هم شايفين الأعباء اللي علينا قد إيه من رعاية طبية وبنتكلم في التكاليف إحنا التكاليف التشغيل في حد ذاتها زادت ربعمائة خمسمية في المية فأنت إما بتيجي تتحطي ده أقصاد عنيكي بتلاقي الأرقام فلكي بالإضافة للعلوات والمتجمدات والترقيات والتسويات في حاجات ده ورث كبير ورث تلاتين أربعين سنة جينا شلناك هيئة وحطينا الحلول ليه فعلا صح ومارسناها وابتدينا نطبع على عرض الواقع يعني اللوايح المالية والإدارية كل الحاجات من هذا القبيل الحمد لله انتهينا منها وحطيناها طب أنا أقترح عليك حاجة برضو أستاذ حسين بما أنك هتعمل هيبقى فينا أدوات مع القطاعات إحنا أهل الإعلام أيما نيجي نتكلم ما بنتكلمش كلام بورا بنعمل بريزنتيشن طبعا فليه ما نعملش بريزنتيشن ويتم كل قطاع أكيد كل قطاع عنده نسبة تشغيل عنده نسبة انفاق عنده أيضا حاجات عليه وتبقى ويبقى قاعد السادة العاملين زملائنا يبقوا شايفين ده بالعين وياخدوا يدوا مع بعض في القطاع بتاعهم يعني زي ما بنيجي نعمل مزانية برنامج مثلا تيجي حضرتك تقول لي إيه معلش البند ده أنا مش هقدر أوفيه نقدر نعمل إيه فأنا مثلا أقول لك طب إحنا هنقدر نعمل كذا وكذا فيبقى كمان العامل مشترك هو بالتالي من خلال الندوات دي هل ده قائم؟ ده قائم وده اللي حيبقى موجود الندوات دي تبادل الأراء وجهات النظر مقترحات هي ما كانتش موجودة قبل كده ما كانتش موجودة فحنبدأها بإذن الله ولازم تبتدي وتبقى موجودة يعني اللقاءات كانت فردية بتتعامل في المكاتب رؤساء القطاعات وبيجمع عدد من العاملين كل ده من هذا القبيل بس إحنا عايزين نوسع النطاء ونبتدي نتكلم أكتر كانوا بينادوا بلايحة مالية موحدة تمام وفينا بيها وحطناها وحيبتدي تنفيذها في الأيام المقبلة إن شاء الله ودي خطوة مهمة جدا فإذن إحنا عندنا كمان لائحة مالية موحدة تعاد فاختلاف القطاعات كانت عاملة مشكلة كل قطاع بينفذ معايير وضوابط واللوايح مالية مختلفة عن القطاع التاني وده ورس وده ورس مش قادر أقولك كان عامل إزاي إحنا لما دخلنا على ماسبيرو وشوفنا كل شيء محتاج تغيير كل شيء محتاج اللي هو يتحط بصورة أخرى فأنت عشان تشتغلي في المنظومة دي كلها واتطلعي منظومة واحدة موحدة مش قادر أقولك اللي إحنا تعاوننا معهم كلهم من الناس الخبر أو كده تعبوا وانهاكوا من كتر ما بيشوفوا تفاصيل ولوايح حاجات كتير طب أنا هستأذنك في فاصل يعني حضرتك هنا يعني ساحب بيت فحناكه تفاصل وعايزة برضو يعني أكلم زملائنا وأقول في الفاصل ده إحنا أهلم سبيرو اتعودنا إن إحنا نشيل ونتكلم مع بعض بس في النهاية المبنى بتاعنا ده هو بتاعنا اللي بنشيله والنط بيه لبكرة هكمل معاكو هطمنكم زيادة زي ما قلت القبض اللي حيكون يوم 23 إن شاء الله خطوة أولى ندوات وكمان فيه لائحة مالية موحدة مزيد من التفاصيل وأخبار حلوة لكل أهلينا وكل زملائنا من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعد قليل في التاسع مازلنا في مسبيرو نتحدث عن الأمال والأحلام وعن طلبات أيضا العاملين في مسبيرو ومازال في الضيافة التاسع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ حسين زين برحب بيك مرة تانية أهلا وسهلا أهلا بيك طيب يعني عايزين برضو نعرف يعني مزيد من التفاصيل اتكلمنا وطمنا برضو شوية من زملائنا العاملين وكده ولكن برضو يعني عايزين نعرف يعني كمية عايزة أقول الأعباء اللي موجودة على الهيئة يعني الهيئة دي منوط بيها نتحط أفكار وأحلام وتنطلق زي ما عملتوا فكرة الرياضة زي ما طورتوا هنا في القناة الأولى عندكوا تطوير للقناة التانية الفضائية المصرية طيب في ظل هذه الأحلام أنت عندك واقع كمان أنا عايزة أتكلم بس في الجزئي الأكبر طمأنينة للعاملين حقوقه خلاص ابتدى توصل ابتدت توصل وإحنا ابتدينا مع نهاية يناير إن شاء الله هتنزل على الدفع الإلكتروني هتلاقوها موجودة فدي استجابة سيد رئيس الوزراء بالضبط زي ما حضرتك قلت واللي هتبدأ يوم 23 يوم هنبتدي اتباعا اللي هي المتجمدات والعلاوات اللي هي 2017 و18 وجزء من 19 دي خطوة أولى هيبتدي بقى في الشهور اللي بعديها على طول السادات أوتوماتيك فحيبقى الموضوع خلاص انت حقق ابتدى يوصلك الحمد لله تباعا طيب يعني خلينا برضو عشان الناس برضو اللي بتشاهد يعني ما تعرفش انه ما سبير ويعني تحمل والهيئة جدا بانه ما كانش فيه صرف للعلاوات اللي الدولة بتقررها أقرتها أقرتها فبالتالي هيبدأ فيه هذا الصرف بالنسبة لأهلنا بقى أصحاب الناعشات أولا موضوع نهاية الخدمة اللي الناس كلها بتتكلم فيها ودول آه بالزبط ودي المشكلة كانت الكبرى احنا لما جينا كهيئة في 2017 لقينا ما فيش صندوق نهاية خدمة ولا فيش اشتراكات والناس كلها معتقدة اللي هي كانت بتدفع الاشتراكات دي صندوق قريدي موجود وهي بتتعامل على هذا الأساس لأ طلع الكلام مش مصح وهو التضح اللي هم كانوا يدفعوا الاشتراكات دي بتاعت المعاشات التأمينات والمعاشات ده شيء وده شيء آخر طب لما جينا تكلمنا انتوا كنتوا بتصرفوا كالتحاد زعو تليفزيون في السابق منين؟ من مخصص الدولة آه يعني الدولة تبعت له مخصص فيصرف منها المعاشات هو بيطلع منه بالزبط مش من السندوق لا مش المعاشات مكافئة نهاية الخدمة مكافئة نهاية الخدمة المعاش ده موضوع تاني مكافئة نهاية الخدمة المكافئة بتاعت نهاية الخدمة دي ده مبلغ طبعا شيء كبير من الزغاية صحيح يعني احنا نقترب دلوقتي من 17 مليون جنيه شهري فاحنا بنتكلم على عدد خارج وعدد موجود يعني فيه حاجات كتير بس احنا هنا عايزين نفهم العاملين الموضوع ايه بالزبط طيب لما جينا فيه 2017 لقينا فيه مكتوب قرار صادر من وزير المالية في 2014 ممنوع التعامل بمخصصات الدولة في السندوق الخاصة ده وقفنا على طول فما تقدرش انت من مخصص الدولة تعمل مكافئة نهاية الخدمة وكان رؤساء القطاعات حين ذاك راحوا نيابة الاموال بالطهمة دي اللي هم بيدفعوا من مخصصات الدولة لان ده فلوس دولة بالزبط طب الحل ايه ساعتها الحل مفيش سندوق مفيش اشتراكات وفيه عدد من العاملين كتير متراكم بقاله ثلاث سنين وده بيحتاج نهاية الخدمة بتاعته عشان تعينه على تكملة حياته وبعد الخدمة اللي هو قططها وحقه ده إكراما ليه طيب دي قد مية وخمسين شهر لكل شخص بيخرج على اختلاف طبعا الأساسي اللي بيتعمل به الدرجة بتاعته طب احنا هنعمل ايه لما جينا عملنا الدراسة الاكتوارية وصل اللي احنا محتاجين نحط في الصندوق اون سبوت اتنين بوينت ستة مليار جنيه انت كان لازم تبدأ الصندوق أصلا باتنين بوينت ستة فمتخيلة المبلغ ده كبير قد ايه كبير جدا طب انت هتعمل في ايه عشان تحافظ على الميزة اللي بياخدها اللي خارج المعاشة طبعا دي كانت مشكلة كبيرة جدا المهم حاولنا طبعا وزارة المالية بتعمل لنا اتحات على قد ما بتقدر بندبر من موارد الهيئة وهكذا تخطينا غاية شهر 11 2018 فاذا ان السادة اصحاب المعاشات لحد شهر 11 2018 بالزبط اخدوا مكافئة نهاية الخدمة بالزبط طب احنا محتاجين نكمل الباقي مصبوط وانشأنا الصندوق بطريقة قانونية وطبقا للليحة بتاعة الرقابة المالية واصبح فيه صندوق للعملين لنهاية الخدمة موجود حالا من 2019 فاذا الصندوق موجود بس الاسلام مالاش عايز يتمل طب بيتمل ازاي في مجلس ادارة قريدي انشأ مجلس الادارة لا علاقة للهيئة بتاتا به يتبع مين هو مجلس ادارة بيتم انتخابه جامعية عمومية وبيتم انتخاب العاملين فيه مش عجبهم مجلس الادارة دلوقات يجتمعوا يعملوا الجامعية العمومية الخاصة بيهم ويجيبوا مجلس ادارة تاني فاذا انت يعني بتدي الحرية للعاملين مش انا اللي بدي ده القانون القانون لو هو مش مقتنع بمجلس الإدارة ده ومجلس الإدارة يعني إيه اللي ممكن يعني يفيد يعني قصدي يصيب فيه أو لا يصيب فيه هي موارد ده أنت بتحطي ميزة مالية بتاخدي وصادها ميزة مالية وانت خارجة بس الميزة دي قد إيه عشان تشكل الصندوق وتاخدي نفس الميزة المية وخمسين شهر هي دي بقى المشكلة والعقبة الكبرى طبعا برضو إحنا ما نقدرش نسيبهم كده إحنا اجتمعنا مع الصندوق كتير وحطينا حلول كتيرة الحمد لله تم اعتمادها من مجلس الهيئة لأيام السابقة ودي حتساعد للصندوق اللي إحنا نقدر يبقى له استمرارية وكيان حلول زي إيه أساس حسين دلوقت إحنا اللي بنتكلم فيه اشتراك من العاملين بالإضافة للهيئة من الموارد الخاصة بيها من النواحي الاجتماعية والأشياء من هذا القبيل فانت تزود الدخل بالنسبة لهم فانحافظ على الميزة اللي تبقى موجودة المية وخمسين شهر وفي نفس الوقت الموارد اللي بتدخل لها دي تقدري اللي انت تكبريها عن طريق موضوعات اللي بنتكلم فيها اللي هي ايه تديها تعظيم لها فتقدري الفلوس اللي بتتحط داخل السندوق من العاملين يحصل لها تنمية تنمية دي تكبر النطاق المالي فبالتالي تقدري تقومي بواجباتك من ده وزي ما قلت قبل كده انت الشهر بيتكلف عندك أكتر من 16 وشوية يعني بنقول 17 مليون يعني انت بتتكلمي في السنة تقارب الـ 200 مليون ودي في جزء واحد اللي هي نهاية الخدمة اللي احنا كهية لا علاقة لنا بيها دلوقت خلاص الموضوع خلص بس ما ندرش نسيب الموظف العامل اللي هو الزميل اللي هو حاسس انه هو حيطلع من الخدمة فدور اللي هيعينه اللي هيجاوز بنته اللي هيعيش بيها اي حاجة بنطمنهم يعني برضو في الصرف اللي عندنا الايام اللي جاية دي اللي هو مع 23 يناير 24-25 دا هيبقى العيد 23 يناير دا هيبقى العيد هنا في باسمين برضو عاملين حسابنا لأصحاب المعاشات اللي هي نهاية الخدمة برضو حينزل لهم المبالغ اللي بيها نسد دول من 2018 بالظبط نسد دول كوزية دي ونبتدي في 2019 هل سيبقى زي الشكل من أشكال الجدول يعني مثلا ايه هو بادي موجود موجود بس انا موجود في الجدول انا متطمن احنا دايما نقول على فلوس ما سبيرو يعني كلنا واحنا اجيال على فكرة ما كناش بناخد الفلوس في معادها ابدا من زمان يعني فكنا دايما نقول ايه فلوس ما سبيرو ما بتروحش يعني موجودة موجودة حناخدها فهل في نوع من أنواع الجدول هيقدروا يتطمنوا يعني أصحاب المعاشرات اللي احنا بنتكلم عليه ما بعد 2018 دول هيتطمنوا دول موجودين موجودين والجدول موجود واليات الصرف والتنظيم وكل شيء موجود موجود مشكلة مالية اللي انت عندك القرار تصدر في 2014 حجم وقفل فمتداريش تطلعي من مخصص دولة لسنديق خاصة هي دي كانت المشكلة والعقبة القبر لكن فيما بعد دلوقتي تضافر جهود العاملين مع السندوق والميزة اللي هم عايزينها دي حيبقى مقابلها مالية نسب مالية وإحنا بنساعد فيها اللي بيها نخليها بنفس النسب وبرضو أنا بطمنهم إحنا مش هنسيب ده إلا لما نوصل حيث اللي اطمئنان الكامل اللي احنا بنقوله للعاملين وتاخد نفس الميزة إن شاء الله بإذن الله وربنا يوفقنا فيها هو إجمال المستحقات حيوصل كام تقريبا؟ الأرقام كبيرة جدا أنت بتتكلمي السنة بـ 200 مليون يعني أنت بتتكلمي في 600 مليون في الثلاث سنين ده عشان عشان توفي توفي من 2019 لـ 22 أنت متخيلة حجم الأرقام والعامل الواحد ليه 150 شهر أبزر تبقى لأصل حجم الأرقام كبير ويخوف أنت حجم العاملين كتير جوا ما سبيره ومش دي المشكلة بس أنت عندك الأجزاء الاعتادية والوجوبية وبحكم المحكمة ده موضوع تاني الهيئة بتوفي بكل الانتزامات دي من مواردها على فكر إحنا ما بناخدش دعم كمان في هذا هل مشكلة ما سبيره عشان برضو المشاهد يعرفنا مشكلة ما سبيره الهيئة الوطنية الحقيقة مش مسؤوليتها لوحدها ده موروث كبير طبعا العدد الكبير اللي احنا موجودين فيه بس يمكن أنتوا عملتوا كمان حاجة أنه ما بقاش فيه تعيين يعني حاولتوا برضو لازم توقفي ده عشان تبتدي تتعامل مع العدد الموجود العدد الموجود طيب هل ما كانش فيه حلول بره السندوق علشان تعاون الهيئة الوطنية للإعلام وفي نفس الوقت كمان هقولها لك بصراحة ما هيوصل برضو في بعض الزملاء هيقتنعوا بيصدقوا وإحنا عارفينهم وحيمشي معاك في الجدول وفي بعض تاني هيقولك إيه طب أنا مش قادر أستحمل طب أنا ظروفي صعبة طب هيعمل إيه ده كل الكلام ده بتبصله بين الاعتبار يعني احنا عندنا زي ما بنتكلم الأجهزات الوجوبية والاعتيادية وحكم المحكمة والكلام ده كله بنحاول اللي احنا نخلص أجزاء فبتمشي العجلة يعني لو ما بيبقى فيه جزء كبير موجود عندنا بنحاول نعوضه بأجزاء أخرى فالدنيا بتمشي وهو صراحة يعني هو مقدر المبنى وهو قد سنين عمره كله وتفنى فيه طبعا فبيقول لنا أقل تقدير أنا فين أنا موجود فين فأنتي متخيلة أنا ببصله وأنا بقوله أنا معاك بس أنا مش قادر أعمل ده فبنحاول نعمله مع بعض فبنحاول نوفي بيدا كله وهم بيستحملوا صراحة فدي مش المشكلة أنا أعتقد لا بالقليات اللي اتحطت بالشكل العام ده هيبقى فيه المنظومة لا طبعا فيه طمعانة وفيه حلول بدأت تبقى موجودة على أرض الواقع طيب خلينا نروح برضو وإحنا بنتطمن بالرعاية الطبية للناس وبردو الزملاء أنت جاي على الجزء اللي بتكلفنا في الوصف الزملاء دول لما بيشتغلوا كلنا لما بنشتغل بشر اللي بيعية واللي بيتعبوا الرعاية الطبية مهمة جدا وإنت كمان في ظروف جائحة كورونا وضعها إيه الناس عايزة تتطمن عليها طيب أنت عارفة إحنا تكلفنا في جائحة كورونا دي إحنا الرشدة عندنا تقيلة جدا لا لا معلش طمعانين الله يكرمك إحنا عندنا جائحة كورونا تكلفنا مئة مليون جنيه يعني تخيالي فوق الأعباء اللي هي الطبعية بتاعت الرعاية الطبية والعلاجات اللي إحنا بنقوم بيها كعلاجات مزمن وإحنا الوحيدين اللي يمكن بنعالج بعد خروج المعاش يعني ما فيش جهات إياه كلها بتروح التأمين الصحي إحنا ما زلنا جوه وبيتعالجوا ويمين بالواجب كامل متكامل بس إحنا بقينا دلوقتي مش قادرين نستحمل الدنيا في زيادة رهيبة والحلول اللي حطناها آه حتمشي العجلة بس مش هتقدر اللي هي تستحمل كتير جائحة كورونا طبعا اللي هي قامت بالواجب كامل متكامل من ناحية العاملين واتكلفنا مئة مليون جنيه ده غير نطاق المستشفيات والصيدليات والعلاجات والعمليات وكذا ومع ذلك برضو بنقول إحنا تحت أمركم الدولة وقفة معاك وبتحاول اللي هي تديك على قد ما بتقدر واستحملنا برضو في أمور أخرى إحنا بنمشي الحال فيها فده كله المنظومة يلا ما بيجي كمان حالات استثنائية صعبة بيتم النظر ليها ومعاونتها طبعا كل الأشياء دي خلي بالك كل اللي بنتكلم فيه كل النص صعب لا لا كل اللي بنتكلم فيه خارج المنظومة الإعلامية طبعا يعني إحنا ما تكلمناش في إعلام خالص إحنا بنتكلم في إداريات وماليات وأمور قانونية فمتخيلة الحمل والموروس اللي إحنا خدناه ده الشكل العام بتاعه إزاي فدي المشكلة المميدة تعالي في موضوع الترقيات اللي الناس كلها عايزة ترقيات 11 ألف موظف قابلين للترقية ترقيتين تكلفتهم الشهرية 40 مليون جنيه علشان بيترقى بفلوس كل ترقية لها حاجة طبعا هتجيب موارد منين الهيئة وإنت عندك مشكلة يعني ما أنا شايفة هنا العمس المالي إنه ما سبيره رقى 11 ألف موظف في الفترة حيرقي مطالب أن يرقي 11 ألف موظف حق الموظف اللي موجود في الترقية تخيالي ده إيك والكام فلوس 40 مليون 40 مليون شهري فأنتي متخيلة ده وبعدين حطي عليه كمان عندك علوات العلوات بعد ما ندفع المتجمدات وندفع كل الأشياء دي أنت يحتاجة 40 مليون شهري يبقى أنت يحتاجة 80 مليون يعني 480 مليون جنيه في السنة نص مليار تقريبا أه بالضبط وعندك كمان عجز اللي إحنا بنقوم به من مواردنا بـ 40 مليون جنيه يبقى محتاجة 120 غير زيادة التأمينات والأعباء بتاعت المعاشيات والرعاية الطبية كل ده بعيد عن المحتوى بعيد عن التقنية الحديثة بعيد عن رفع الكفاءات البنية الهندسية كل ده هل برضو يعني زي ما قلنا في البداية هي مصاريف التشغيل أنت كمان عندك يعني خلينا نشبهها كمان للمشاهد مسبيرو عامل زي مصنع لازم يشتغل ويطلع انتاج وفي نفس الوقت يوفي بشغل الناس يعني عندنا بقى مصنع الشاشة يعني الشاشة تكريفها كتير قوي طيب الحل حيمشي بالتدريج يعني دلوقتي إحنا نقدر نقول بإنه الناس هتبدأ تتطمن بإنه هيبقى فيه خطة إحنا كل فترة بتوفه الخطة موضوعة على فكرة ومكتوب العلاج والرشدة اللي مسبيرو عايزها بس إحنا ماشيين فيها بقليات وبطريقة شغل هي فيها أمور طبعا مالية هي بتعمل عراقيل وفيه أمور تانية بنحاول نجري فيها يعني حاولك مثلا على سبيل المثال مش الحصر إحنا عملنا بنية أساسية أرضية فوق الواقع بتقنية حديثة الـ HD وزان عليها البطولة الأفريقية وبطولة اليد وما زالت حتى البطولات الأفريقية بتتزع عليها كل الأشياء دي من البنية الأساسية اللي عملناها الأرضية الممتدة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية متخيلة كمان معاها البنية الأساسية الإزاعية من مراكز إرسال وبس على مستوى المحافظات ككل عشان تقدري تسمع الراديو صحيح والأماكن اللي زادت طبعا في الفطرة الأخيرة دي من مناطق جديدة وبنيات أساسية وده كله وبرضو وفي نبيه النقل الرياضي انت شفتي بقى دلوقتي بتتفرجي على مباريات كرة القدم لا الحقيقة مباريات كرة القدم كان نقل رائع ده إيه كل فلوس طبعا انت لما بتنقلي من تقنية لتقنية الموضوع مكلف فوق الوصف ده في الجزء الإعلامي اللي احنا بنتكلم فيه أستاذ حسين برضو سمعت بعض الأسوات قالتلك انت بتطور آه بس أنا مش موجود في تطويرك مين اللي مش موجود فيه ناس بتقول كلام كده يعني مانا برضو بنقل لك يعني بصي كل الكلام احنا بنستوعبه وبيوصلنا بس انت ما بتيجي للواقع لا كل العاملين اللي موجودين في التطوير هم من داخل أبناء ما سبيره أسألي كل الناس اللي حوالينا لا لا ما نعرف احنا بنتكلم ده من كافة القطعات اللي موجودة داخل ما سبيره قنوات أون احنا مشاركين بيها الليال الرياضي بنسبة 50% ده يمكن معلومة الناس ما تعرفهاش ما سبيره مشترك فيها بنسبة 50% والتطوير اللي حاصل في النقل الرياضي كله ما بين الهاية الوطنية وان وان المتحد وده مش هنا بس لا ده احنا حتى في المحتوى وعندك تاباته العاملين بيشتغلوا هنا وبيشتغلوا هنا وموجودين انت العاملين قريدي هم قايمين بتوع ما سبيره هم قايمين على القنوات الخارجية كلها فاحنا بنستوعبهم سواء عندنا أو سواء في القنوات الثانية واحنا مشاركين فيها فدي العملية اللي احنا بنحاول نطور بيها انا عارف ان انت حضرتك كمان دايما مهتم لما بيبقى فيه بتقول لا انا عايز ان هما اللي بيعملوا الشغل وبيبقوا موجودين انا عارف انا شخصيا عارفة ده عنك يعني طيب ايه حكاية البصمة ليه العاملين اتضايقوا من البصمة رغم ان هي كانت حاجة تنظيمية انت كنت عايز تضعها في المبنى ايه اللي حصل خلينا نتكلم بصراحة البصمة مش على هوى بعض من الناس تمام عشان الناس دي ما كانتش بتحضر فيه ما سبيرو وفيهم ناس ما بيدخلوش المبنى ممكن يقعدوا بالشهور اللي هو اجي اخد المرتب وروح بالضبط البصمة مش المشكلة عندنا انت عندك قليات اخرى بالتم عندك الدخول للمبنى بالكرنين مماغنط ده اثبات وجود سواء بالحضور او الانصراف الحاجة التانية ما بتطلع للإدارة بتاعتك انت بتمضي حضور وانصراف فيبقى احنا معندناش المشكلة دي البصمة مع قواعد العمل اللي احنا عبتدينا نحطها الماسبيرو وتغيرها في شكل الهيكل المالي او الاداري بالاضافة لللايحة الموحدة اللي احنا عملناها دي تكملت المنظومة حوكمة المنظومة والدولة كلها هي بتنادي دلوقتي اللي احنا كلنا نعمل حوكمة رقمية طبق مصر ماشية مصر الرقمية اصلا فانت مش هتبقى فاصلة ده انت كان الاعلامي اللي بتنادي بيدا مش هتعمليه عندك طيب دي جات ازاي مشكلة عندنا التكدس اللي حصل في التجارب الاولى ايه التكدس اللي حصل انت عندك ابواب مغلقة ابواب مغلقة نتيجة الاعمال الخارجية البنية اللي بتتم حوالين ما سبيره صحيح فاصبح فيه باب واحد صحيح الباب اللي واحد ده استوعب الناس في الدخول وما كانش فيه مشكلة لكن في الخروج عشان معاد واحد معاد واحد وده اللي احنا بتدينا نبصله ما انت لازم تجربي تجربي وتشوفي اعمال البصمة وقفة دلوقتي احنا مش بنتعامل بيها لكن احنا بنبص كنا ساعتها لما دي تطبق هيبقى الموضوع شكله ازاي طبعا البيبان التانية ما هتفتح هتعمل عملية ما فيش تكدس فيها في الاماكن اللي زي كاته صحيح دي خلقة احتقانة عند بعض من الموظفين اللي هم انا بقول عليهم يعني لسه مش ملتزمين فهي عملت مشكلة معهم بالاضافة برضو احنا بنسمحهم هو خلي بالك احنا بنتكلم عن عاملين اصدقاء زملاء اخوات صحيح حتى لو انت مش موجود احنا هنرعيك ونسمعك صحيح فوقفنا العمل بيها على طول قلنا لهم مش هيتم العمل بيها الا الاستفال جميع اوجه النظم اللي احنا بنتعامل بيها للمنظومة دي اكيد ولو فيها ضرر بالنسبة لك هنوقفها برضو صحيح لانه في النهاية احنا مسبيرو اللي بنصنع يعني محتوى بنقدمه لمصر كلها فاكيد احنا وجوه بيتنا استاذ حسين زين انا متأكدة انك في الايام المقبلة عندك خطة عمل كبيرة وعندك طمأنة وعندك اهتمام بالعاملين ومتأكدة وانت بدأت فعلا يعني بقالك ايام بتشتغل وشوفنا صور فايه اللي تحب تقوله ككلمة اخيرة بالنسبة للعاملين او المواطنين كبان اللي بيشاهدوا اولا العاملين اللي بنتكلم عليهم دول ناس تفانوا في العمل داخل مسبيرو واحنا بنسمعكو كويس جدا واحنا معاكو قلبا وقلبا واحنا بنضمن حقوقكو اكتر وبنحاول نخليها موجودة اللي بيها احنا بنحاول نوفي بيها على قد ما بنادر الايام المقبلة ان شاء الله الحمد لله خلصت المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها من الحقوق الخاصة بالعاملين وابتدت المنظومة تستوع بالكلام دو وابتدينا نضخ هنا الماليات الخاصة بيهم فالموضوع ده انا اعتقد اللي هو انتهى بالنسبة للعلوات وانتهى بالنسبة لنهاية الخدمة خلاص ما بقاش فيه المشكلة دي اللي حيبقى فاضل عندنا الدراسة اللي بنعملها للترقية عشان نوفر الماليات بتاعتها وانا بقولك من دلوقتي الناس كلها مستوعبها الكلام ده وقالوا احنا معاكو ويعملوا اللي انتوا عايزينه طالما انتوا بسطت لنا بالشكل ده والدولة شافتنا احنا معاكو طبعا فمعندناش المشكلة دي احنا بنقولهم بنحاول نطور تطوير مش اعلامي بس ده في الكيان الخاص بما سبيره ككل مالي واداري وقانوني كل الاوجه دي احنا شغالين فيها والحمد لله قطعنا شرط كبير فيها فابتدينا نستوعب المقترحات الخاصة بيهم وبنسمحها كويس جدا بس احنا بنقولهم كفاية بقى على كده سيبونا بقى نشتغل ونستلم منكم الجزئية دي عشان ما يبقاش فيه اندساس لعناصر مالهاش لازمة طبعا وانتو كان الاعلامي اللي انتو بتحرجوا كافة القنوات اللي بنتكلم فيها صح اللي مالهاش لازمة دي اكيد صح فمش عايزين نكون احنا السبب واحنا الاساس في ده فارجوكو يعني احنا كلنا اسرة واحدة مش عايزين حد يدخل بانه اكيد يعني انا مقتنع بانه ان شاء الله كل شيء حيتم مدام بشكل مدروس علمي محطط والعملين عندنا فيما سبيرو كلهم افاضل واكيد حيتطمنوا على الاقل بابك المفتوح دايما وقلبك المفتوح حيخلي الناس حاسة انه حينا الناس بتتخنق لما محدش يسمعها بالزبط لكن مدام انت بتسمعهم وموجود وبتحضر معاهم الاجتماعات وموجودين حواليك وانت بتطمن من خلال القطاعات اكيد العجلة هتدور وهي لازم العجلة تدور لو فيه آليات اللي احنا وضعناها كمان هتستوعبهم اكتر وحنسمحهم اكتر اسمح لنا بقى بلقاء تاني نتكلم فيه عن المحتوى بلقاء كده لانه قبل رمضان على وعد نشوف كده يكون مسفير وحضر يعني شاشة رمضان المبهجة دايما اللي الناس كلها بتنتظرها بإذن الله انا بشكرك شكرا جزيلا ونتمنى ان شاء الله واثقين بانه الهيئة الوطنية للإعلام ان شاء الله تقدر تحقق بإذن الله كل الأحلام والمطالب المطلوبة منها ان شاء الله شكرك شكرا جزيلا شكرا لك التاسعة دايما انه هو زي ما هو صوت للمواطن برا مصر وصوت كمان لأهلنا ما هو أهلنا في مسفيره وناس مهمة وانا مطمئن عليهم جدا في هذه الليلة بشكركم وان شاء الله غدا حيكون معاكم لقاء جديد في التاسعة من شرم الشيخ الزميل العزيز يوسف الحسيني حيكون موجود هناك لنقل ان شاء الله للتاسعة منتدى شباب العالم اللي حيكون معاكم من الحد لحد يوم الخميس وحتشوفوا كل الفعاليات بشكركم وتصبحوا على ألف خير شكرا لكم